السلام عليكم زيبكم جميعا يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال وكل سنة ومتوطيبين ترمس عيد علينا يا رب جميعا ان شاء الله معاكم دكتور محمد موحدين ان شاء الله هستيدي الجزء بتاعي في تعالوا نشوف كده الجزء بتاعنا هيتكلم عنه ان شاء الله طبعا انا مش هتول قوي في الاسلايد دي هي عبارة عن الاسلايد اللي ميكلم فيه على الروس وطبعا اكيد يعني اتغطت بشكل كبير في بداية الكورس في الانترودوكشن بتاعت الكورس وهي ميلي بنيقول ان احنا طبعا عندنا مجموعة من السكوانشي اللي بنمشي من خلالها بحيث ان احنا في الاخر نقدر ندسكوفر دراج طيب النهاردة طبعا طبعا البداية دايما بتبقى بالديزيز اختيار الميديكال نيد اللي انت محتاج ان انت تستيسفايد بالنسبة للبيشنس فبالتالي الديزيز هنا هيكون اول حاجة اختيار الدراج تارجيت اللي هيبقى انفولفت في البرجراشن بتاع الدزيز ده هتكون تاني حاجة والحاجة التالتة هتكون الايدنتفيكيشن وفي بايو اساي اللي هو يقدر يأسس الابلتي بتاعت الكومباونز بتاعتك اللي انت عايز تعمل لها سكرينينج في انه هي تعمل انهيباشن او تعمل اكتيفاشن للدراج تارجيت اللي انت مختار وحسب انت مختار ايه وبالتالي تأثر على الدزيز ده وتكنترول الدزيز ده بشكل كبير وبالتالي دايما هللاحظ ان الكي الاساسي او الريت ليميتينج ستاب بالنسبالك في عملية الدراج ديسكوفري هي اختيار البيو اساي المناسب وبرغم اهمية طبعا البراصس دي او الستاب دي وهي الايدنتفايينج وفي بايو اساي لان انا مش حابب ان انا النهاردة ابتدي بيها الاول انا الاول حابب ان انا اتكلم على الستاب الوراها اللي هي ليد ديسكوفري ونفهم الاول في الجزئية دي شوية وبعد كده نرجع ان شاء الله المرة الجاية يمكن اول وراها حسب الوقت ونشوف بقى ازاي تهيدنتفاي الباصيبل بايو اساي اللي يقدر يخدمنا ويقدر يوصلنا لاحسن ليد كومباوند نقدر من خلاله نحنا نطوره ونوصله للكلينيكال ديفالوفمينت انا الجزء اللي انا هغطيه ان شاء الله في المحاضرة النهاردة هيكون هو الخطوة دي ازاي نقدر ان احنا تدسكوفر اليد او ازاي نقدر نعمل finding ليد كومباوند خلاص طبعا عملية الديسكوفري بتاعت الليد ما بتبقاش مجرد ان انا اكتشف ليد وخلاص بيبقى فيه مجموعة من الستابس مصحبة لعملية الديسكوفري يعني ماقدرش اقول ان انا اكتشفت النهاردة ليد كومباوند مجرد ان انا وصلت مثلا لاكستراكت من نبات وقلت ان هو اكتف فيبقى ده كده ليد كومباوند لأ طبعا لأن الإكستراكت بتاع النبات ده في مجموعة كبيرة من المركبات فأنهي واحد فيهم هو الأكتف هو ده الليد كومباوند بالنسبة لي ونفهم يعني إيه كلمة ليد دلوقتي تمام؟ وبالتالي يبقى الليد ديسكوفري ده هي مجموعة من العمليات منها اكتشاف الليد دي خطوة من الخطوات ولكن مطلوب كمان أن أقدر أو أحصل على الليد كومباوند ده بشكل بيور يبقى لازم يكون المركب بتاعي هنا بيور فورم تمام؟ يكون ايزوليتد يبقى لوحده مايبقاش معاه حاجة تانية فيبقى ايزوليش عملية الايزوليشن والبيورفيكيشن دي أحد الخطوات المهمة جدا اللي لازم تكون مصاحبة لليد ديسكوفري في بعض الناس بتعتبرها جزء من الليد ديسكوفري أن أنت ما تقدرش تقول أن أنت اكتشفت ليد أصلا إلا لو أنت واصل لمركب ايزوليتد اند بيور ايه فورم ومش بس كده لازم أبعرف هو مين كمان هو اه اينا بيور فورم بس أنا مش عارف هو مين يبقى أنا معايش ليد يبقى لازم كمان أكون عمله Structural Determination يعني يكون محدد الستركتور بتاع ليد كومباون ده ايه بزبط يبقى الخطوتين دول ممكن ما تلاقهمش فيه Regular Drug Discovery Processes لأن معظم Drug Discovery Processes بتعتبر أن الاتنين دول أو الخطوتين دول جزء من الليد ديسكوفري يعني أنا مقدرش أقول إن أنا اكتشفت ليد إلا لو أنا عمله Isolation وإلا لو أنا عمله Structural Determination فدي نقطة مهمة جدا فأنا حغطي الثلاث حاجات دول بشكل كبير النهاردة في السلايز اللي جاية طبعا بعد كده اتكلمنا في الكورس أكيد على Lead Modification قبل كده وعلى عملية Pre-Clinical والA والClinical Development وبعد Regulatory Approvals اللي بتتم في الآخر عشان أقدره وصل New Drug A Entity تنزل الماركت وتبقى Approved في treatment بتاعت الدزيز اللي أنا مختاره من الأول تمام يبقى دي الprocess بتاعت drug discovery بشكل مختصر جدا تعالوا بقى نبتدي نتكلم أو نركز على عملية Lead Discovery قبل ما نكتدي قبل ما نبتدي نتكلم بس على حتة Process of Lead Discovery دي أنا طبعا حابب أن أنا بتدي شوية أتكلم على بعض الترمينولوجي المهمة جدا زي كلمة hit وكلمة lead بما أن المحاضرة تقريبا كلها هتبقى بتتكلم على كلمة lead دي فلازم أبقى عارف يعني إيه hit ويعني إيه lead ولازم أبقى فاهم إم تقول على المركب بتاعت لنا اكتشفته ده Low Activity إنه هو hit وإم تقول عليه lead هل كل Active Compounds can be considered as leads لا طبعا يبقى لازم يكون في خصائص معينة تتوفر في المركب بتاعك عشان يكون hit أو يكون lead خلينا نتفق إن الهت هي درجة أقل شوية من lead يبقى احنا لو بنتكلم على إن أنا عندي مجموعة مركبات الاكتشاف الأولاني اللي أنا بوصله ده باعتبره hit يبقى معناها إن الكريتيريا أو البروبرتز المتوفرة في الهت هتكون أقل شوية من البروبرتز اللي أنا محتاجة إن أنا أوصلها عشان أقول على المركب بتاعي إنه هو lead compound طب تعالوا نشوف الأول البروبرتز بتاعت الهت بتكون إيه أول حاجة إنه كان يكون active compound لازم يكون مركب low biological activity طب الbiological activity دي أنا هعرفها منين من الbiossay اللي أنا هختاره عشان أقدر أعمل drug discovery process بتاعتي ممكن يكون in vitro biossay في المعمل ممكن يكون in vivo biossay في الانيميل المهم إن الbiossay اللي أنا هختاره اللي أنا هشتغل به واعمل screening للمركبات بتاعتي عشان أدور على مركب يكون active المركب اللي هيطلع لي من الbiossay ده ممكن يعتبره hit بشرط إنه يكون في بعض الخصائص التانية مش بس activity طب إيه الخصائص التانية اللي ممكن تكون موجودة أو لازم تكون موجودة عشان أعتبر المركب بتاعي hit أول حاجة إن الـ activity دي تكون reproducible في الاساي ده يبقى لازم تكون بتكررت أكتر من مرة وقررت الاساي ده مثلا على الأقل triplicate يعني ثلاث مرات ومن خلال triplicate دي لقيت إن فيه reproducibility عالية في الـ activity دي حاجة الحاجة التانية لازم يكون لـ confirmed structure and high purity طالما أقول hit يبقى ماينفعش يكون عندي مكتشر ماينفعش يكون عندي extract ماينفعش يكون عندي مثلا مركبين مع بعض لا لازم يكون عندي purity عالية وconfirmed structure أنا كمان عارف الـ structure بتاع المركب ده إيه مش بس كده ده لازم يكون chemical tractable structure يعني chemical tractable يعني أنا أقدر بعد كده أقدر عمله مثلا synthesis بسهولة أو أقدر أحصل عليه بسهولة من النبات بتاعي موجود في كميات كبيرة لو حجيمه من natural source مثلا يبقى لازم يكون chemical tractable يعني أقدر أن أنا أوصله بسهولة وأقدر أحصل عليه بسهولة خلاص وفي بعض الناس كمان بتفضل دايما في الـ hits إن يكون فيها بعض functional groups اللي بنقول عليها drugable يعني مشهورة في drugs إن بيكون دايما الأدوية مثلا معينة تمام فبالتالي لو دي موجودة في الـ hit بتاعك دي بتبقى حاجة برضو advantage شوية إنه بيبقى drugable يعني بنقول علي إنه عنده فرصة عالية جدا إنه هو يبقى drug ده معنى كلمة chemical tractable structure وفي نفس الوقت برغم إنه أو يعني 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 جديد أو حاجة بتاعتها عالية طيب عادة بتكون عبارة عن بعض الناس ممكن تفكر تقول يعني نفسه يكون مختلف عن اللي تم اكتشافها قبل كده ده حقيقي ممكن يكون يعني يعني ممكن يكون ده معروف قبل كده ونسا عرفها وكل حاجة وتم استخدامه ولكن مش في الاتجاه اللي انت بتدور عليه مش في اتجاه الديزيز اللي انت بتعمل عليه سكرينينج مش في البيو السي اللي انت شغال به فأكد انت عندك biological novelty معينة مش شغال على drug target اللي انت بتأسس أو بتدور وراه تماما عايز تشوف له inhibitor أو activator فبالتالي يبقى في الحالة دي انت عندك potential for novelty novelty بتاعته عالية سواء chemical أو biological novelty والحاجة الاخيرة ان يفضل جدا في مرحلة الهيت انه يكون فيه specificity برضو للtarget under study يبقى انا اكيد زي ما اتفقنا ان انا بعدها ما اخترت الدزيز بختار biological target معين هو ده اللي انا بشتغل عليه في خلال drug discovery بروسس بتاعتي ممكن يكون drug target واحد ممكن يكون اكتر من drug target مع بعض ولكن المهم ان يكون فيه specificity للمركب ده نوعا ما للtarget under study او المريكولر target بتاعي طبعا ال property دي بالذات فيه كتير من drug discovery campaigns بتexcلوت شوي يعني بتقول لك لا مش لازم دي قوي خلاص ممكن دي تيجي في مرحلة بعد كده في مرحلة lead انما على اقل في مرحلة hit يكون عندي confirmed activity في الbiological assay اللي انا بشتغل به ممكن على فكرة يكون الbiyo assay اللي انا شغال به في المرحلة دي مجرد مثلا cell proliferation assay في notepic screening عادي بشوف بس المركب بتاع مركبات بتاعتي بتانهبت لأ انا مجرد بشوف بس حتة الbiology بتاعت الbiology ففي الحالة دي برضو المركبات اللي بتطلع من assay زي ده بعتبرها hits برغم ان انا لسه ما عملتش confirmation لحتة specificity بتاعت الbiology under a study فبقول لكم الخطوة دي بالذات ممكن ان احنا to exclude من الbiology بتاعت اله ولكن طبعا بتيجي خطوة مهمة جدا هي عملية hit to lead ان انا عايز ارقي المركب ده عايز اخلي ترقي كده يحصل ه promotion من اله لل lead stage ودي المرحلة الاحسن شوية وبالتالي عشان يحصل الكلام ده انت محتاج توفر مجموعة تانية من البروبرت بتاعك بمعنى ادق انت محتاج تخلي الهت بتاعك ده حاجة اسمها validated hit validated يعني تعمله نوع من انواع validation اكتر شوية من المرحلة الاولانية دي من اهم خطوات الvalidation هنشوفها في اللي جاي ان انت تأكد حتة الشغل بتاعه على الparticular target اللي انت بتدور عليه عشان كده بقولك ساعات الspecificity بتتأجل للمرحلة اللي اللي هي مرحلة discovery خلاص طيب خلينا بس الاول في المرحلة دي نتكلم شوية على عملية discovery بتاعت الهت طبعا اهم حاجة عشان تكتشف hit كويس ان انت تختار bio assay اصلا كويس من الاساس وغالبا المرحلة دي اللي هي مرحلة screening عشان تدور على hit انت بتبقى تعمل screening لعدد المركبات في الاول عشان اقدر في الاخر اقدر اوصل لبعض ال promising hits اللي اقدر اكمل عليها خلاص فبالتالي يبقى انا محتاج اعمل screening ومحتاج bio assay يكون رخيص ويكون ما بياخدش وقت طويل يبقى في الحالة دي انا دايما بدور على invito assay اللي بتتعامل في الانيميلز بتكون costly جدا بتكون مكلفة جدا وبتكون slow جدا بطيقة فبالتالي انا دايما بدور على invito assay اللي يتعامل في المعمل عادي من غير anymals ولا حاجة مجرد اشتغل على انظيم معين اللي انا بدور عليه او اشتغل على receptors معين جو خلايا او وفي الحالة دي بيكون invito assay ما بيكون مكلف قوي وفي نفس الوقت بيديني results اقدر اعتمد عليها في مرحلة الهيت screening عشان كده هناك اكتب لكم ان اعمالية الهيت بتتضمن screening لازم يكون يحصل لمجموعة كبيرة جدا من المركبات باستخدام invito assay ودي اهم حاجة ان يكون عندي invito assay موجود خلاص بس كده طبعا بشوف الابلتي حاطة المركبات مع البكتيريا واشوف الابلتي بتاعت المركبات مثلا انها تموت البكتيريا ببساطة جيدة جدا فبالتالي انا كده ادارت اشوف مين اللي فيهم احسن واحد هو ده يعتبر الهيت بالنسبالي في الاساي ده خلاص تمام طبعا دلوقتي الموضوع ده بقى كويس جدا وبقى تحسن اوي وبقى فيه تقدم جامد جدا نتيجة موضوع الارتفيش الانتليجنس والروبوت بقى عندنا الروبوتكس دي بتقدر انها تعمل حاجة اسمها يعني مشهور اوي بكلمة معناها ان انا اقدر اعمل العدد كبير جدا من المركبات في وقت قليل اوي في يوم واحد مثلا تمام باستخدام الروبوت وبالتالي اقدر اوصل للهيت بسرعة وبشكل ايه مور افشينت عن الاول تمام تعالوا بقى نشوف مرحلة الليد بتيجي بقى المرحلة الوراها لها مرحلة الترقية من بتاعة الهيت لمرحلة الليد بنقول عليها او ايه بقى اللي بيحصل هنا هنا يبقى محتاج ان المركب بتاعي ده اعرضوا المجموعة تانية من الخطوات بحيث اشوف هل هو فعلا ينفع يبقى الليد ولا هو بس في مرحلة الهيت ومش حاضر اكمل عن كده فهمتو فهي دي الفكرة هنا في الخطوة دي وبالتالي بقى معنى الكلام ده ان الليد ده هيكون عنده مجموعة اكبر من الخصائص مجموعة اكبر من البروبرتز وهنا دي غلطة بتبقى شائعة في البوبليكيشنز ان تلاقي ناس بتلاقيت مركبات اكتف وتقول عليها ليد بس هي مش متحقق عندها كل البروبرتز بتاعت هي ممكن تكون هيت لسه لسه ما بقتش ليد طب اول حاجة عشان اقدر اقول على المركب بتاعي انه لازم بقى يبتدي يديني او اكتيفتي في ان دي اول كنا بنقول بس اكتيفتي في في المعمل انما عشان اقول ليد يبقى لازم المركب بتاعي يبتدي ديني افكت في خلاص يبقى انفيفو ساتينجز على اني مال زوكت وبتدي اجرب الحاجة التانية لازم اطمم برضو من السيفتي بتاعته بالذات اشهر حاجة في السيفتي بندور عليها في المرحلة دي هي اكيد عرفوها اللي هي طبعا ان المركبات بتاعتك او ان الهيتس اللي انت مكتشفها دي ما بتعملش بلوكينج اللي هي ممكن تعمل طبعا فيتل اريزمية زي ما احنا كلنا عارفين اكيد سمعتوا عنها قبل كده اللي هي بنوع الهيومن اثر ايجوجو ريليتد توكسيستي بس فدي من الحاجات برضو المهمة جدا اللي لازم نتأكد منها في المرحلة دي ان هو safe فيما يتعلق به الجزء ده فيبقى دي نقطة تانية النقطة التالتة ان الانالوجز بتاعت الهيت ده لازم يكون لها اكتشن اكتيفتي او س اي ار يبقى في المرحلة دي عشان ابدأ اقول ان انا عندي يبقى لازم المركب ده واهمية الفنكشن اللي انت بتدور عليها خلاص الحاجة اللي بعد كده ان ما يكونش الهيت ده عنده يعني ما بيكونش عنده فنكشن اللي هي ممكن تتفعل مع اي حاجة جوا الجسم عندك مع بروتين مع امين و وتبدأ تعمل زي تعمل تعمل لك مشاكل جوا الجسم فال دي لازم ما تكون موجودة من الاول كده للمركبات بتاعتنا لان غالبا ممكن تخلي المركب يديك اكتيفتي في البيو السي ان فيترو انما لما تيجي تجرب بعد كده تبتدي تشوف بقى مشاكل كبيرة سواء الانيمال مثلا تبتدي تموت او يحصل تكسيستي فبتدي تبتدي تشوف مشاكل لان الان بتتفاعل مع بيولوجيك جوا جوا البيولوجيك سواء انيمال او وتبتدي تعمل مشاكل فبالتالي من الاول كده في المرحلة دي عشان اقول ان عندي ليد ماينفعش يكون عندي اكتيف فونكشن جروبس جوا المركب بتاعي والحاجة الاخيرة ان لازم الهيد ده لو هيبقى ليد يعني اقدر ان انا اعمل براية اختراع وحيس ان انا اختفز بيه خلاص بعد كده ده ممكن عنده فرصة كبيرة جدا انه يبقى دواء فبالتالي لازم يكون فيه مركب وفي الاخر الناس تانية عمل له ففي الاخر انا انا مش حاضر اعمل حاجة خلاص انا مش حاضر اتحرك لان هو ده تبع ناس تانية وناس تانية عمل له في الاتجاه ده خلاص فبالتالي مهم قوي ان الهيد ده يكون فيه او اقدر من خلاله اوصل لبرائة اختراع تمام في الحالة دي لو توافر الخمس شروط دول في الهيد بتاعي في الحالة دي يقدر اقول على المركب بتاعي انه هو ليد فالموضوع مسهل ان انت عشان تقدر توصل من الهيد ليد لا انت محتاج بروسس في بروسس هتتعمل هتشوف ان فيفو تاستنج هتشوف ستتأكد من البيتنسي بتاعته هتتأكد ان هو سيف فيما يتعلق بالهيرج توكسيستي كل الحاجات دي لازم تتأكد ايه من هتبص على تتأكد ان مفوش الكيميكال وهكذا تمام هنا طبعا ده ناس كتيرة بتعتمد عليه وتقول خلاص يبقى احنا كده ايه يبقى احنا كده مش محتاجين قوي كل البروبرتز دي ولكن لازم البروبرتز تكون متوفرة عشان يبقى عندي lead compound هو هنا بيقولك ان هو لازم يكون نيو كيميكال انتتي يعني لازم يكون في نوفيلتي عالية وفي نفس الوقت لازم يكون اقدر ان انا اعمل له يعني ودي مهمة جدا للخطوة اللي وراها لان انت انت اكتشفت lead الخطوة اللي وراها ان انت بتبتدي تبني على ال التي عملتها وتأكدت من التي تبقى موجودة واهميتها في تبتدي تعدل تأثر بتعملي side effect فبتدي اشيلها عشان تقللي side effect شوية يبقى بعمل حاجة اسمها optimization عشان يعني بعدل شوية في الليد بتاعي عشان احسن therapeutic efficacy بتاعته وقلل side effects ايه بتاعته خلاص كده واضح وفي الحالة دي انا وممكن كما اكون الهدف من optimization ان انا ازبط في بداية الكورس او انا احسن مع المركب بتاعي وهكذا وبالتالي في الحالة دي ان انا عملت كل ده انا بوصل لحاجة اسمها clinical drug candidate ده كده المركب الجديد ده اللي هو بعد optimization بتعليد ده رادي ان انا اقدر اجربه في humans خلاص انا زبطت safety بتاعته في animals زبطت الفرماكو kinetics بتاعته زبطت الفرماكو dynamics بتاعته ممكن جدا ان انا اروح بقى لل humans كده سميناه clinical drug candidate بس كده تمام بنبتدي بقى نبتدي الاول نعمل بنخش بعد كده بقى خلاص في clinical trials بتاعتنا عشان ان احنا عدينا من كل clinical trials بقدر اوصل ل new drug entity اخد بيها approval بعمل حاجة اسمها new drug application واخد approval بقى ننزل الماركت ده باختصار شديد جدا البروسس بشكل كويس قوي وبالتالي احنا باختصار كده اقدر اقول ان الهيت توليد optimization دي هي بروسس بيتم فيها عملية الvalidation بتاعت الهيت انا بتأكد ان الهيت ده فعلا مركب يصلح انه ممكن اكمل عليه drug discovery بروسس بتاعتي عشان كده قلتلكو ايه هنا once the hit اتس اكتيفيتي بتاعته مصت بي confirmed and validated الconformation والvalidation ده بيتم من خلال الخمس حاجات اللي احنا شفناهم هنا عشان كده دول مهمين جدا 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 ولازم اسأل فيهم خلاص تمام تعالوا بقى نبتدي نتكلم بقى على عملية كده فهمنا يعني ايه تعالوا بقى نشوف ازاي بنعمل هنا بس البروصس كده في صورة ارقام يعني طبعا مش هتحفظ الارقام دي ولكن تفهم بس منها فعلا ازاي بتبتدي بعادات كبير جدا من المركبات عشان توصل في الاخر المركب واحد هو ده الدراج اللي انت تقدر تنزله او هو ده حتى الليد اللي انت هتقدر تكمل عليه فهتلاحظوا مثلا مثلا سيب مليون مركب ففي الحالة دي مثلا هيطلع لنا متوقع مثلا يطلع لنا من 10 أو 13 أو 14 بنتكلم في دول confirm active samples بس هل هم دول كلهم يعتبروا confirm hits بالنسبة لنا هتبتدي تطبق عليهم البروبرتز اللي احنا اخدنا في hits فهتقول مثلا هل كلهم لهم confirm structure مثلا هل انا عارف structure بطاعتهم كلهم هل هل كلهم pure ولا فيهم حاجات مش pure طب هل كلهم بيعملوا دوز response curve اللي انتو اخدتوه في البروبرتز هل ده كلهم بيعملوا نفس حكاية ولا كلهم بس بيدوا activity كده عند single dose مثلا عند دوز معينة وخلاص لازم يدوني dose response curve طب هل كلهم عندهم البروبرتز هل novelty بتاعتهم موجودة هل هما نوفل مركبات chemical من ناحية chemical novelty بتاعتهم كويسة ومن ناحية الbiological novelty بتاعتهم كويسة ولا لا فده كل القطوات دي هتبتدي تفلطر لك المركبات دي فالعدد ده ممكن ينزل مثلا للرقم ده مثلا طبعا الارقام دي مش فكسة يعني دي حسب كل case by case وبتالي يبقى انت عندك selected confirmed hits هنا الرقم مثلا ده تبتدي تخش في مرحلة lead هتبتدي هتبتدي تشوف حاجات تانية هل الاس اي ار متوفرة عندك هل الانفيفو تاستينج اتعمل وكويس هل المركب هل هو يعني بتاعته اكبرها ايه هل ينفع يتعمل او لا الخمس properties اللي احنا اتكلمنا عليهم فيه اللي فاتت التوكسيستي بتاعته كل الحاجات دي هتلاقي ان المركبات هتنزل بشكل كبير جدا معك مش كل دول هينفعوا يبقوا leads فده اللي بقول لكم انت طول ما انت ماشي في drug discovery في حاجات بتعمل على طول ايه exclusion او بتعملها filtration بتتفلتر معك تمام بعد كده هتلاقي ان بعض المركبات دي بعد ما تعمل الاس اي ار مش كلهم تقدر تعملهم اوبتيميزيشن حاجات منهم بس اللي تقدر تعملها اوبتيميزيشن من ناحية الفرماكو دايناميكس والفرماكو كيناتكس عشان توصل اللي هي من خلالها توصل بتاعك فممكن من كل دول المليون توصل في الاخر لتلت او خمس مركبات هم دول اللي تقدر تكمل بيهم بعد كده في clinical trials تمام فيبقى دي كلها مرحلة بنسميها pre-clinical development pre-clinical development يعني قبل مرحلة الاي clinical trials طيب تعالوا برضو نشوف level of activity هل وانت ماشي خلال البروستس دي من الهيت للليد اللي هو الclinical drug candidate هل بيبقى في level of activity اخباره المفروض وانت ماشي خلال البروستس الاكتيفتي تتحسن المفروض بمعنى انت خلال مرحلة الهيت مش شرط يكون مركب اكتف قوي تمام ولكن في مرحلة الليد المفروض الاكتيفتي بتاعته تبقى احسن شوية هتقول لي ده هو نفس المركب لا مش شرط انا ممكن ابتدي بهيت 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 معين مركب يكون الاكتيفتي بتاعته مش قوي ولكن اعمل البروستس اللي هي الهيت to lead optimization يعني عدل فيه في الكميستري بتاعته شوية فاوصل لمركب تاني اللي هو الليد والليد يبقى اكتيفتي بتاعته احسن يبقى انا خلال البروستس دي انا مش شرط ان الهيت كهيت هو هو المركب اللي هي بقى lead اكيد ممكن تعمل يبقى فيه تدخل منك من ناحية الكميستري عشان توصله لمرحلة الليد compound وبالتالي طول ما انت ماشي في البروستس دي انت المفروض ان الاكتيفتي بتاعتك بتزيد برضو تعالوا نشوف الحتة دي هنا مثلا طبعا برضو الارقام ما بنحفظه فبتلاقي مثلا الليد هنا اكتشف ليدي ما جابش سيرة الهيت قوي فقال لك الليد الليد الـ IC50 بتاعته 17 micromolar تمام level of activity 17 micromolar IC50 يعني الconcentration اللي بيعمل انهيبشن بيعمل 50% انهيبشن للانزيم بتاعك اللي هم نتكلم عليه اللي هو رف 1A كينيز فبنكلم على 17 micromolar بعد كده بدأ ان هو هنا برضو من الليد optimization process عمل lead optimization يعني عدل في الـ structure بتاع الليد ده عشان يشوف الـ structure activity relationship عشان يشوف الـ pharmacokinetics عشان يشوف الـ pharmacokinetics فلاقينا ان الـ activity بعد lead وصلت لكام نزلت من 17 تمام ل 1.1 تقريبا تمام او من 1.7 ل 1.1 حسب المركب اللي انت هتشتغل عليه هنا فيه بعض المركبات كانت اكتر من 25 micromolar تمام نزلت كل ده نزل ل 1.1 يبقى ده احسن مركب هو قدر يوصل بعد عملية وعملية والتعديلات اللي هو عملها في بالطريقة اللي اخدناها في بداية الكورس تمام طيب يبقى 1.1 micromolar ده يعتبر نوعا ما optimized lead optimized lead تقدر ان ان انت تكمل بي وتقدر ان انت تشوف ده كمان ما اكتفاش بكده ده قدر ينزل بعد كده بالاكتيفتي للنانو مولر تمام يبقى لو قلنا ان ده حتى still optimized lead 1 فهو عمل further optimization بتاعته بالنسبة في المايكرو مولر دي مش احسن حاجة احنا دايما بتدور على فبالتالي يبقى هنا بنتكلم على قدر ان هو يكمل بي ويبقى بعد كده clinical drug candidate بالتالي يقدر يبقى دراج اللي هو السورافينيب خلاص فيبقى الفكرة هنا ان انت طول ما انت ماشي خلال البروزيس الاكتيفتي عملت ايه هي دي بس النقطة اللي انا عايز اوصلها ان انت دايما بتحسن الاكتيفتي طول ما انت ماشي في الايه في البروزيس ومش معنى ان انت وصلت الهيت وبعدين وصلت الليد وبعدين بتعمل فاول مرحلة من نزلت فتوقف عنده زي ما حصل هنا كده لا ده عمل مرة كمان وراح عمل مرة تالتة كمان عشان يوصل اللي وصل لها دي تمام يبقى مش شرط يبقى عملية دي بتكون ممكن يبقى فيها براحتنا طالما اللي وصلتش الليفل اللي انا عايزه ده بالنسبة للنقطة دي تعالوا نتكلم شوية على وازاي المختلفة اللي احنا من خلالها بنقدر تدسكور الليد ان شاء الله حاول ان انا اختصرها بشكل كبير يعني في ساعة كده ولا حاجة بحيث ان انتم تلموا الموضوع كله ان شاء الله في ساعة ونص بإذن الله طبعا احنا ان احنا حددنا اللي احنا هنشتغل عليه في ديزيز معين زي ما اتفقنا وحددنا اللي احنا هنقدر نشتغل من خلاله تؤسس أو تسكرين أو تفايند الليد كومباوند تيجي بقى الخطوة دي على طول ازاي نقدر ان احنا نعمل فايندين لليد كومباوند طبعا احنا عندنا كتير جدا لعملية الهيت وليد ويمكن الابروتش دي مشترك يعني نقدر ان احنا نكتشف من خلالها هيتس أو ليد حسب الاسي طبعا لان احنا اتفقنا ان الفرق الجوهري قوي ما بين الهيت والليد هتبقى في نوع الاسي اللي انت بتعمله اكتر حاج الهيت بتبقى ان فيترو مالي اما الليد بتكون ان فيفو يعني لازم فبالتالي انت ممكن هتبقى اكتشفت هيت في الاول وبعد كده تبتدي تطبق عليه بقية الكريتيريا اللي احنا طلبناها فبالتالي توصل لمرحلة الليد بشكل كبير ولكن في الاخر الستراتيجز واحدة اللي انت بتشتغل بها بتكون واحدة فخلينا الاول بس نفهم حاجة ان الحاجة الاساسية اللي انا اكتشف عليها هنا ان مش معنى ان انا وصلت الليد انا قلتلكم عندي هيت وعندي ليد فمش معنى ان انا وصلت الليد فانا معناها ان الدنيا وردي معايا ان الاكتيفتي احسن حاجة وان مفيش خالص وان المركب موجود واقدر ان انا اصنعه بسهولة لا مش شرط خالص ممكن او في كتير من الاحيان بيكون فيه عدد كبير جدا من المشاكل تمام وعشان كده تيجي خطوة بعد كده ان انا ازاي بحيث ان انا اقدر احل المشاكل اللي موجودة فيه خلاص فبالتاني ممكن جدا يكون الليد بتاعته مش احسن حاجة وده اللي مكتوب هنا خلاص وممكن يكون عنده صايد افكس يعني لازم تتعالج خلاص ممكن يكون مثلا عملية بتاعته صعبة تصنيعه صعب فده برضه مشكلة فبالتالي لازم تحاول تحله فبالتالي اللي انا اقصده ان الليد ما بيكون كل الحاجة فيه وردية لأ ممكن جدا ان انت تلاقي عندك عدد كبير جدا من المشاكل انت محتاج تتغلب عليها عشان كده بنقول ان هو نقطة البداية لسه انا لسه دي نقطة البداية في عملية الدراك ديزاين بعد كده وعملية الديفالوفمينت اللي هتتم عليه بعد كده سواء من خلال كيميكالي سواء من خلال ان اوصل كويسة لي سواء من خلال ان اشوف الفرماكو كيناتكس التاعته كل الحاجات دي خلاص دي نقطة مهمة جدا لازم نبقى فهمينها واكد عليها بشكل كبير النقطة التانية ان عملية الديفالوفمينت بتتم ازاي فلاقينا ان اسهق احسن حاجة عشان تشوف ايه انجح طريقة توصل بها الليد ان انت تشوف الادوية اللي في السوق تم اكتشافها ازاي فبنعمل حاجة اسمها امشي بالعكس فبالتالي لقينا ان الادوية اللي في السوق دلوقتي معظم الادوية اللي في السوق تم اكتشافها عن طريق حاجة من الاربع دول اكتر اربع 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 اكتر اربع استراتيجيات يعني من خلالها بنقدر ان احنا ايه نكتشف الادوية بتاعتنا اول حاجة بتعتمد على الأدوية الموجودة في السوق وبالتالي نجيب الدواء الموجودة في السوق نبدأ نعمل عليه موديفكيشن أو إمبروفمنس في حاجات معينة ونشوف النتائج بتاعت الكلام ده بتكون ايه غالبا بيطلع لي ليد كومباوند جديد يعني مثلا ونشوف الكلام ده بالتفصيل في السلايدز اللي جاي إن أنا أجيب مركب الدواء بيعالج مثلا الإنفلاميشن وابتدي أعمل كيميكا الموديفكيشنز على الدواء ده فأوصل لمركب جديد المركب الجديد ده عنده بوتانشيال في علاج الكنسر فالمركب الجديد اللي طالع ده هو اعتبر ليد كومباوند لسه بس في علاج مين؟ الكانسر بس أنا اعتمدت عشان أوصل لليد كومباوند ده على دواء أساسي موجود في السوق أو إجزيستينج دراج موجود في السوق وطبعا الأبروتش ده لهم مزايا كتير هكلمكم عليه يبقى الأبروتش ده بيعتمد على عملية الديسكوفري بتاعت الليد اعتمادا على إجزيستينج دراج موجود في السوق خلاص كده ممكن يكون الإجزيستينج دراج ده نفسه من غير ما أعمل عليه أي موديفكيشن ولا حاجة هو وليد كومباوند في علاج ديزيز تاني فهمنا ازاي؟ فبتدي أبتدي من خلال الموضوع أو ابتدي هو يبقى هو الستارتينج بوينت بالنسبة لي في الشغل بعد كده فده أول استراتيجي تقولك أن انت بتدي من الأدواء اللي موجودة في السوق وجربها فيه اتجاهات تانية وشوف الإفاكت بتاحها هيبقى أخباره الاستراتيجي التانية هي الاستراتيجي بتاعت السكرينينج اللي هي بنقول عليه الفيشنج الفيشنج الصيد اللي هو هنجيب مجموعة كبيرة جدا زي ما وردتكو كده من شوية مجموعة كبيرة جدا من المركبات ونبتدي نعمل سكرينينج باستخدام بايو أسي أنا بدور عليه ممكن المركبات دي تكون natural ممكن المركبات دي تكون synthetic مش هتفرق معي المهم ان ان بيكون عندي screening system تمام كده وفي الحالة دي المركبات اللي أنا باختارها بتكون مش شرط على فكرة يكون ليها أساس قوي في الاختيار أهم حاجة يكون فيه structure novelty عالية ويكون فيه structure diversity عالية تنوع في ال structure بتاع المركبات اللي أنا باختارها وبحيث ان أنا ايه ابتدي ان انا اشوف او اقدر اوصل يعني عندي potential احسن ان انا اقدر اوصل لإيه ده مركب يكون active خلاص كده يبدأ ال approach التاني ال approach التالت بيعتمد على يعني خلينا اقولها باختصار كده بيعتمد على الصدفة شوي بيعتمد على chance او سعب بنقول عليها احنا ايه serendivity اكيد سمعتوا المصطلح ده قبل كده serendivity معناها ان انا بيحصل حاجة الحاجة دي انت بيبقى عندك open mind بيكون عندك يعني عقل متفتح كده ان انت تستغل chance او الصدفة اللي حصلت دي والترجمها لنتيجة كويسة جدا ولليد compound يعني مثلا ممكن ودي حنشوفها بالتفصيل في حتة في المليجي نتكلم كمان شوية ان انا اكتشف مثلا مركب او انا ببقى اشغال على design مثلا لمركبات عشان تعالج الhypertension مثلا فلاقي ان انا وانا بدور على المركبات دي الاقي ان في مركب منهم مثلا بيعمل مثلا او بيخلي المدخنين مثلا يقلعوا عن التدخين فبالتالي بدل ما انا كنت هستخدم او هستخدم بالمركب ده انه يعالج الhypertension لا ده انا هخلي المركب ده يستخدم في علاج الايه او في مثلا يبقى هنا في ايه في حاجة حصلت بالصدفة اكتشاف كده جانبي والاكتشاف الجانبي ده ساعدني ان انا اوصل لدراك في اتجاه مختلف تماما على اللي انا كنت رايح فيه خلاص وده هتكلم عليه بالتفصيل طبعا لما نجيله تمام بيعتمد على زي ما قلتلك وانت شغال حصل نيو ديسكوفري مثلا في البيولوجي او الماديسن وانت استخدمت بتاعتك او ملاحظتك دي في اكتشاف في اتجاه ما قلتش انت ناوي اصلا تروح فيه خالص تمام الحاجة الاخيرة اللي هي ان انت تشتغل بالراشونال ديزاين راشونال ديزاين اللي هو مشهور جدا اللي هو اللي هو انا بيعتمد ميلي عشان يحصل راشونالي يعني لازم يكون فبالتالي عشان يكون يبقى لازم تكون عندك عن اللي انت بتتكلم عليه او اللي انت هتشتغل عليه سواء كان انزيم او ريسيبتور او غيره تركيبه عبارة عن ايه بتاعه بتكون من ايه او على اقل يكون عندي اللي هو بيشتغل على التارجد ده ممكن يكون جوا الجسم بيشتغل على التارجد ده انت عايز تخلي المراكبات بتاعتك تمسك زيه او تشتغل كانتاجونيستيلي فبالتالي لازم يكون عندك عن اللي بيشتغل على التارجد ده يبقى هنا بنعتمد على راشونال ديزاين بس لازم يكون عندي مهمة جدا عن باختصار كده بتاع البيثولوجيكال ديزفونكشن او ديزيز اللي انا بدور او بشتغل عليه تمام؟ دول الفور ابروتشز باختصار شديد جدا ملمومين بشكل حلو قوي في السلايد دي لما هنجي نتكلم بقى عليهم بالتفصيل في السلايدز اللي جاية هتلاقيهم متفرعين معاك لتان ديفرنت ويز او تان ديفرنت يعني طرق مختلفة من خلالها اقدر ان انا افايند خلاص؟ ولكن في الاخر العشرة دول هتلاقيهم واقعين تحت الاربعة البروتشز اللي موجودين ايه قدامنا خلاص؟ يبقى انا عندي تان ديفرنت ويز او تان ديفرنت سورسز توفايند اليد كومباوند هم دول اللي احنا هنتكلم عليهم في السلايدز اللي جاي يمكن اول سورس لي توفايند اليد كومباوند هو الناتشورل برودوكس وده يمكن من اهم السورسز عشان كده انا بدأت به الناتشورل برودوكس هي من اهم السورسز البيولوجيكالي اكتف كومباوند وان انت تقدر توصل لهيدز وتقدر توصل لليدز بشكل كبير جدا وده له اسباب طبعا اول حاجة ممكن نتكلم فيها هي الاناليسس برضو للادوية اللي في السوق ودي امكان هنشوفها في اخر سلايد خلاص النهاردة هوريكو حاجة استاتيستيكس كده معمولة تبقيلك اهمية الناتشورل برودوكس في عملية الليدز والهيد ديسكوفري هنلاحظ ان معظم الادوية اللي في السوق هتلاقيه حاجة من اتنين يا اما ناتشورل برودوكس ازيتز كده يعني فصلنا ناتشورل برودوكس ووصل بقى هو ده المركب او هو ده الدراج بتاعي او حيكون الدراج اللي موجود في السوق ده جاي من ليد كومباوند والليد كومباوند ده كان ناتشورل بشكل اوبا اخر فبالتالي يبقى دول حلين اللي هتلاقيهم دايما في كتير من الاحيان دايما هتلاقي ناتشورل سورس لها دور في الموضوع وده له سبب ان النيتشر دايما بتبقى مصنع كبير جدا لمركبات النوفيليتي بتاعتها بتكون عالية الكيميكا النوفيليتي اللي بتطلع من النيتشر عمر ما اي كامست يقدر ان هو يحلم بيها حتى تمام لو جينا بصينا مثلا على الارتمازين ده واحد من اشهر الانتي مالاريال دروكس هتلاحظوا ان هو فيه ترايوكزان رينج واضحة جدا شايفينا عاملة ازاي فيها ثري اوكسيجنز بالشكل ده يعني كيميكا لانستيبل بشكل كبير عمر ما فيه كامست قصلا يفكر يعمله بس وجودها في النيتشر بالشكل ده واكتشاف الاكتيفتي بتاعتها جينست المالاريا وان سبب الاكتيفتي دي هي الترايوكزان رينج دي فهو ده او الاندو بيروكسايد رينج اللي موجودة جوه دي اللي هي البيروكسايد جروب اللي موجودة جوه دي وبالتالي يبقى باختصار اللي انا عايز اقوله ان الكيميكا لنوفيليتي دي اهم حاجة بتميز الناتشرال برودكس وهي اكتر عامل بينجح الناتشرال برودكس كسورس توفايند نيو ليت كومباوندس خلاص كده طيب لو جينا بصينا على الناتشرال سورس طبعا هنتكلم عليها في الاسلايدز اللي جاية ولكن اغلبية الناتشرال سورس ما بتكونش فيها مركب واحد انت بتكلم على لو بتكلم مثلا عن نباتات فلو جبت اي بلانت اكستراكت عمرك ما هتلاقي فيه مركب واحد هتلاقي فيه مجموعات كبيرة جدا من المركبات وهنا بتبقى الصعوبة شوية في ان انت تتسور المركب اللي مسؤول عن البيولوجيكال اكتيفتي خلاص لان اغلبية الناتشرال سورس بتلاقيلها بيولوجيكال اكتيفتي في الاتجاهات المختلفة اللي انت بتدور فيه بس الشطارة ان انت تعرف مين هو المركب اللي مسؤول عن البيولوجيكال اكتيفتي دي اللي احنا كنا دايما بنوعفي في الكاجنزي الاخترف برينسبل او الاكتف كونستيتوند وغالبا الاكتف برينسيبل او الاكتف كونستيتون ده لو بصت عليه وطبقت عليه الكريتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية هتلاقي ينفع يبقى ليت في كتير من الاحيان تمام كده وبالتالي يبقى الاكتف برينسيبل ده هو دي الحتة الصعبة شوية انت ازاي توادينتيفاي ناتشرل او الاكتف برينسيبل جوه الاكستراكت بتاعك اللي بيبقى مليان مركبات كتير وعادة الاكتف برينسيبل ده بيكون secondary metabolites طبعا اكيد عارفين الفرق ما بين secondary metabolites فدايما هتلاقي ان الاكتف برينسيبل ده هيكون secondary metabolites الستركتر بتاعه complex في كايرال سنترز كتيرة فبالتالي هو novel compound زي ما شرحنا هنا كده في حتة الايه الارتماسينا خلي بالكم من حاجة الـ بتبقى عالية نتيجة ان بتاعته الستركتر بتبقى عالية ما ده طبيعي المركب complex جدا chiral centers كتير وبالتالي novelty بتاعته عالية عمرك ما هتلاقي مركبات كتيرة شبهه خلاص بس ده بتعمل لك مشكلة ان طالما الـ complexity بتاعته الـ structure عالية يبقى عملية بتاعته هتبقى صعبة عملية تصنيعه هتبقى صعبة وبالتالي هتلجأ دايما ان انت تجيب المركبات دي من الـ natural source بتاعها بعن طريق الـ isolation والidentification والpurification والكلام ده ودي process مسهلة ابدا بتكون costly جدا بتكون time consuming جدا والكميات اللي بتوصل لها مش شرط انها تكون sustainable يعني متكون شرط انها تكون مستدامة يعني فيها فيها حاجة مستدامة ان انت تقدر توصل لكميات كبيرة بسهولة فهي عملية مش سهلة وهنا دي المشكلة الاساسية في natural products اللي هي بتخل شوية بعملية lead compound لو فاكرين ان احد الحاجات الاساسية في lead في lead compound والhead compounds انها تكون chemical tractable يعني اقدر ان انا اوصل لها واصنعها واعمل منها sustainable source فهنا بتبقى المشكلة شوية ولكن طبعا الحكاية دي بتتحل فيه approach كتيرة في الbiotechnology دلوقتي ان احنا نقدر نعمل production لكميات كبيرة من المركبات دي بشكل كويس او حتى عن طريق medicinal chemistry ان احنا to design simpler compounds اعتمادا على يعني compounds ابسط شوية اعتمادا على دراستنا لـ structure activity relationship بتاعت المركب الاساسي اللي هو جاي من feature تمام يبقى كده احنا فهمنا مبدئيا ايه هي الـ advantage الاساسية من natural products وهي حتة وفي نفس الوقت ليه لازم ناخد بالنا عشان الـ complexity العالية بتخلي بتاع المركبات دي في منتهى الصعوبة وده اللي انا كاتبه هنا او ده اللي انا قلته هنا ان زي ما قلتلكم المشكلة الاساسية اللي بتقابلنا ان المركبات بتكون عملية بتاعتها ما بتكونش سهلة خلاص كده وبالتالي بتلجأ لعملية الـ extraction من natural source وده برضو ما بيكونش سهل خلاص وبيكون consuming جدا من ناحية الوقت ومن ناحية ايه التكلف طيب فبالتالي زي ما قلتلكم دايما بتبقى الميزة ده الكلام دا قلت كله في الصلاة اللي فاتت ان احنا نحاول نعمل design simpler analogs من elite compound بتاعنا وفيه approaches كتير للحكاية دي طيب النقطة التانية بلا انا عايز اكلمكوا عليها وانا عشان اجيب natural products اللي انا حعمله screening ده او natural products عموما باجيبها منين باجيبها من natural sources والnatural sources كلنا عارفينها ياما بتكون plant ياما بتكون marine ياما بتكون microbes ياما بتكون animals ياما بتكون venoms and toxins هم دول الخامسة natural sources اللي natural products بتيجي منهم خلاص كده طبعا اشارهم هي plants ويمكن اكتر حاجة فيهم تم دراستها شوية هي plants خلي بالكو كل natural world ده بكل الانواع اللي انا اتكلمت عليها دي كلها unexplored لسه حتى plants رغم كل البلانس اللي تم دراستها لغاية دلوقتي الا ان احنا عندنا فلورة كتيرة جدا حوالين العالم لسه unexplored وممكن يطلع منها ادوية لا تعد ولا تحص ليه لقتيجت ان natural sources نفسه لسه has not been fully explored لسه مش قادرين ان احنا نسكرين كل النباتات دي والفلورة دي وكل المارين organisms اللي في الوشن وغيره عشان نقدر ان احنا نطلع منها كل المركبات اللي موجودة فيها ونشوف الموضوع من السهل تمام طيب وبالتالي اللي انا عايز اقوله ان natural products دي لسه ستيل برضو ريتش سورس للدسكوفري بتاعت الليد كومباونز طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا جدا على مركبات سواء كانت باقت ادوية مثل الديجوكسن مثلا مثل الكينين مثل البكليتاكسل او تاكسل كان واحد من اشهر او كانت ليد في الديزاين او الديفالوفمنت بتاعت دراجز بعد كده زي الكوكاين مثلا او الكوكين يعني الكوكين من الحاجات اللي بعد كده اكتشفنا من خلالها مجموعة ملنا موديفيكيشن عليه وصلنا المجموعة كبيرة جدا من تمام وبالتالي يبقى مهم قوي نبقى فاهمين ان مشارط الناتشر يبقى دراج على طول ممكن جدا انا اعمل عليه اوصل منه المركبات تانية اصغر بكتير ولكن الناتشر البرودكت بياخد الكريدت على انه هو كان السبب في اكتشاف الدواء اللي انا بدور عليه طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا على ادوية طبعا كانت موجودة في الاسلايد اللي فاتت وانا برضو حطيتها في الاسلايد دي تاني واحد من اشهر الانتي مالاري الاجنس البتلي تاكسل واحد من اشهر الانتي كانس الاجنس الجالنتمين واحد من اشهر برضو اللي اكتشفوها في المانجمنت خلي بالكو التلاتة دول احنا بنتكلم على تم اكتشافها وبقت ادوية زي ما هي ما حصلش فيها اي تغيير تمام طبعا مش دي الكيس اللي بتبقى موجود على طول ولكن دي احد الكيس اللي بنلاقيها ممكن تلاقي زي ما اطر ده بس حصل في بعض الموديفكيشن وبقى هو الليد وبعد كده تحول بقى ده في دواء تاني يطلع بعد كده ولكن كان هو الليد اللي من خلاله تم اكتشاف الدواء اللي احنا هتفضل كده تمام بي بعض الناس بتفتكر ان خلاص البلانس دي اتهرس تشغل ومفيش منها حاجة تانية ممكن تطلع بالعكس احنا فيه كمية فلورا سواء في مصر او برنا مصر لسه لم يتم عملية بتاعتها او عملية بتاعتها بشكل كبير جدا كل كل اللي حولين العالم فيها كمية كلها لسه ما تمش اكتشافها من الاساس تمام وبالتالي ما تمش اصلا عملية بتاعتها خلاص عشان كده بنقول دايما لسه الناتشر البرودكس دي هي اللي لازم ندور فيه على في علاج الامراض اللي عندنا فيها مشاكل خلاص كده النقطة التانية بقى اللي هي وده طبعا منطقي لان اصلا البلانس معظمها بالذات البلانس يعني معظمها بيبقى دايما بتبروديوس secondary metabolites بهدف الديفنس الديفنس ميكانيزم سواء عشان تمنع الانسكس من انها تأتاج من ان تمنع الانيمال من انها تكلها وهكذا وبالتالي يبقى لازم دايما المركبات اللي هي secondary metabolites اللي بتنتج بهذا الهدف غالبا هيكون لها بوتنت بيولوجيكا اكتيفتي بالنسبة لنا الفكرة بس ان انت تعرف ايه هي البيولوجيكا اكتيفتي المطلوبة خلاص طيب تعالوا نكمل مع بعض النوع التاني برضو من السورس اللي هو نبتدي نشوف بقى المايكروبيل سورس بيكون عبارة عن ايه يمكن السورس تاني برضو ما يقلش اهمية ابدا عن البيلانس دلوقتي هو المايكروبيل وورد ويمكن ده من الحاجات دلوقتي اللي فيه شغل كبير جدا عليها يمكن اكتر من نباتات المايكروبيل وورد كمان من الحاجات اللي هي دايما بنركز فيها على البكتيريا والفانجاي الاتنين دول من اكتر الحاجات اللي هي بتقدر تدين عدد كبير جدا من المركبات اللي هي ممكن تبقى ويمكن اول حاجة تيجي في دماغنا ان المركبات دايما اللي هتطلع من البكتيريا والفانجاي ممكن جدا ان احنا نروح نستخدمها في اتجاه الانتي مايكروبيل دراك ديسكافري اللي هو عملية الديسكافري تاعت مركبات تشتغل على بكتيريا معينة او تشتغل على فانجاي معينة كانتي بكتيريا او كانتي فانجل دراكز تمام ويمكن اول حاجة برضو تيجي في دماغنا في الحكاية دي هو اللي فتحت اصلا التفكير في ان احنا نبتدي نعمل سكرينينج لي المايكروبز وندور فيها على دي هي عملية بتاعت من اشهر اللي فتحت المجال بعد كده لعملية بتاعت ايه بتاعت الانتي مايكروبيل ايجنس او المايكروبيل او من المايكرو ارجنس وده اللي خلى دلوقتي فيه كمبينز كتيرة جدا بتتعمل ان انت تجمع وتبتدي ان انت تستضي البكتيريا والفانجل تحاول تفصلها اللي موجودة في العينات دي وتبتدي تشتغل عليها وتشوف اين مركبات اللي ممكن اصلا تعمل لها او تموتها بحيس يبقى تقدر توصل او تبقى عندك جديدة تقدر ان انت من خلالها توصل لأدوية جديدة وده اللي عمل اكتشاف عدد كبير جدا من الانتي بكتيريا اللي موجودة زي السفالوسبورينز والتترا سايكلينز والامينو جلايكوسايدز والريفامايسن والكلورانفنيكول والفانكومايسن كل الحاجات دي كانت عبارة او الديسكوفري بتاعها تم بالشكل ده تمام طبعا بيخش بعد كده في العملية بتاعت المركبات دي ولكن دايما بيبقى الاصل هو اللي هو كان البكتيريا او الفانجوار اللي هو يعتبر بالنسبة وبعض الناس ممكن تفتكر طب هazzi المركبات دي لها اللي بتطلحها ايو ما hogyan هالبكتيريا بتطلحها لانها بتساعدها على انها تبقى على اللي ماгли هالبكتيريا والفانجوار دي تتنافس مع بعضه فبالتالي تيجي بعض البكتيريا تكون مركبات معينة عشان تدافع بيها عن نفسها وتموت بيها الكمبيتر او البكتيريا التانية او الفانجايت التانية فبالتالي المركبات دي احنا ممكن نستغل لها وتبقى هي فبالتالي مهم قوي ان نبقى فاهمين النقطة دي ان الارجانزمز دي بتبروديوس او الارج برايتي او انتي ميكروبيل ايجانز which have evolved to give their host an advantage over their competitors عملية الايه المايكروبيولوجيكال survival تمام ده تقريبا الفكرة الاساسية هنا ولكن برغم ان انا اتكلمت عندي دلوقتي ده ولكن هتستغربوا جدا ان انا اقول لكم ان مش كل المركبات اللي بتطلع من الفكتيريا او الفانجاوي او المايكروورجانزمز بيكون بس ليها انتي ميكروبيل لا ده احنا هلاقي حلاقي في الاسلايد اللي جاي هاديكم بعض الامثلة المهمة جدا لمركبات طرعة من المايكروورجانزمز ولكن ليها افكت في اتجاهات تانية خالص غير موضوع الانتي بكتيريا او الانتي فانجل دراك ديسكوفري عندنا هنا انا اكتفيت بتلت امثلة والثلت امثلة دول مهمين انا عايزكم تعرفون كويس المثال الاولاني اللي هو اللوفاستاتن ده كان احد الفانجاوي الميتابولايتس اللي طلعت وكان اول كلينيكال يوسفلستاتن عشان يستخدم في عملية تقليل بلوت كولسترول ليفلز برضو عندنا الليبستاتن ده برضو بيطلع من احد انواع بكتيريا مش هزم تعرفوا اسمها ولكن ده كان من الحاجات اللي بتشتغل على البانكرياتيك لايبيز فبالتالي اعتبر او تأمي استخدامه كليد كومباوند في عملية بتاعت احد اشهر فبالتالي هو برغم ان هو مايكروبيل ممكن الناس تفتكر ان ده انتي مايكروبيل وخلاص طالما طالع من مايكرو ارجانزمز ولكن لا ادي مركب عندي بيشتغل على الكولسترول ادي مركب تاني بيشتغل على موضوع الاوبيزيتي بشكل كبير عن طريق انه بيعمل انهيبشا للبانكرياتيك لايبيز فبالتالي المركبات دي بدأت واحد منهم كان اريدي بقى دراج خلاص واستخدم كدراج والتاني اشتغل كليد كومباوند قدرت من خلاله اوصل لدراج اللي هو الاوليستات التالت اللي هو سايكلوسبورم مشهور جدا احد اشهر الاميونو سابريسنت دراجز اللي بتتعطى للناس اللي بتعمل عملية العمليات بتاعت زراعة الاعضاء بيبقى بعدها لازم ادي اميونو سابريسنت عشان اقلل الاميون سيستم شوية عشان ما يعملش اتاك للأورجن اللي دخل جديد ده ويعتبره فورين بادي ويدمره وبالتالي مهم جدا ان انا اقلل المناعة في الفترة دي فبدي اميونو سابريسنت دراجز اشهر واحد فيهم هو وده يعتبر يعني بيطلع من احد انواع من الفانجوي وبالتالي طبعا انا ما كتبتلكم مش اسامي الارجنزمز ده ان مش هي دي النقطة النقطة بس ان انا بوريكم ان ممكن جدا الفانجل سورسز والباكتيريال سورسز او الباكتيريال مايكرو ارجنزمز يطلع منهم مركبات ومركبات دي ما يكونش ليها انتي ميكروبيل افاكت او الانتي ميكروبيل افاكت ما تكونش اهم حاجة بالنسبة لنا فيه ممكن يكون لها اكتيفيتس تانية في اتجاهات ايه مختلف وده ومن هنا ده بياخدنا لاهمية الميكروبيل سورسز في عملية الديسكوفري تعدلية كومباونسي يبقى مش بس البلانتس مهمة لا الميكروبز كمان ما تقلش اهمية ابدا عنها خلاص تعالوا نشوف البعد كده عن الكلام دلوقتي على المارين بقى أورجنزمز السورس التالت هو المارين والمارين أورجنزمز يمكن من الحاجات اللي هي دلوقتي بدأت يعني تشهد شوية طفرة في العشر سنين مثلا اللي فاتوا ومتوقعا يعني خلال الـ 2 decades اللي جايين ان برضو المارين أورجنزمز هتبقى من الحاجات اللي فيها extensive status هتبتدي تتعامل بشكل كبير وحيبقى دايما التلاتة دول هما اللي موجودين متحين كسورسز اكتر سورسز لعملية اللي هي عملية المارين والمايكرو أورجنزمز والبلانتس هما دول حيبقوا اكتر تلاتة سورسز ل الديسكوفري اوف ناتشورل ايه ليد كومباونس طبعا المارين من الحاجات اللي ليها طبعا المارين وورد دي ممكن نعمل فيها محاضرات لوحدها فيها حاجات كتيرة جدا فيها كورل سوفت كورل شعب مورجنية فيها مارين أورجنزمز معضها وفيها مارين مايكرو أورجنزمز باي باكتيريا وغيره ولكن كل الدراسات اللي اتعاملت في الفترة الأخيرة بتقول ان اكتر سورس للليد كومباونس في المارين وورد هتستغربوا جدا ان هو الحاجات اللي هي مرئية اللي هي المارين مايكرو أورجنزمز اللي هي بنتكلم على البكتيريا وغيره زي الساينوباكتيريا مثلا هنا زي ما انت شايفين كده الساينوباكتيريا دي من الحاجات اللي بتكون يعني امبورتنج جدا في وان حتى المركبات اللي بتكون موجودة في الصوفت كورلز وغيره بيكون سببها مارين مايكرو أورجنزمز موجودة على الصوفت كورلز دي خلاص فطبعا احنا مش هتكلم عليها بالتفصيل قوي ولكن تبقى عارفين ان احنا بيكون عندنا حاجات مختلفة زي الكورلز زي الفيش زي السبونجز المارين مايكرو أورجنزمز زي ما قلتلكم واهمهم هو دي في عملية البروداكشن والكيميكلز والكيميكلز دي طبعا السكرينينج بتاحها بيتم دلوقتي في دراسات كتير جدا في اتجاهات مختلفة ولكن اشهر يمكن ثلاث حاجات اساسية هما الانتي امفلماتوري الانتي فيريل الانتي كانسر اكتيفتيتز ومعهم كمان الاناجزك اكتيفتيتز يمكن دول اربع حاجات اللي هي في potential عالي جدا المركبات اللي بتبقى جاية من المارين سورس في الاتجاهات دي انتي انفلماتوري انتي فيريل انتي كانسر وانالجزك اكتيفتيتز هنا هنذاكر او هنعرف مثال واحد بس اللي هو الكيورسين اي الكيورسين اي ده بيبقى جاي من مارين ساينو بكتيريوم وكان له بوتينت انتي تيومر اي اكتيفتي طبعا فيه امثلة تانية كتير جدا ولكن خلينا بس نركز على الكيروسين ايه ده طبعا ده برضه مثال على ليد كومباوند مش دراج ليد كومباوند يعني يتطور يبقى دواء فهمتو؟ ده الهدف الاساسي من المحاضرة ازاي توفايند اليد كومباوند اللي هي نقطة البداية في دراج ديسكافري الانيمال سورسس برضه من الاتجاهات الكويسة جدا ويمكن الانيمال سورسس مش زي الباقي طبعا يعني اقلب كتير جدا فيه الاكتشاف بتاع ليد كومباوند ولكن باستقل برضه فيه بعض الاكتشافات اللي بتتم ليد كومباوند من اشهرها طبعا الفروغس من اشهر الحاجات اللي بيطلع منها نيو ليد كومباوند انما طبعا الاولوية بتكون بالترتيب كده دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيه ممكن خلال عشرين سنة الترتيب ده يتغير انما دلوقتي هي طبعا برضو هناخد امثلة على بعض الحاجات اللي بتيجي من يمكن اشهرهم هو عندنا طبعا مش هنعرف قسميهم العلمية ولا حاجة في دي بيطلع منها مجموعة من المركبات بنقول عليها اسمها الميجينينز الميجينينز دي من الحاجات اللي هي بنقول عليها خلاص يعني اكتشفنا ان المركبات دي بتقدر تعمل من الاصابة بالانفاكشنز عموما وبالتالي ممكن جدا دراستها بشكل ومعرفة بتاعتها ممكن توصلنا وده مهم جدا طبعا عملية بتاعت الانتباكتيري عندي فانجل ايجينز دازم تفضل مستمرة عشان موضوع زي ما انتم اكيد عارفين الحاجات التانية اللي هي برضو من الحاجات اللي اكتشفناها من من حاجات تانية اسمها يوكا دوريان أو او ايكوا دوريان يعني poison frog هي l-epipatidine l-epipatidine ده من الحاجات اللي ليها analgesic effect تأثير مسكن وكان بنطلعها من skin extracts بتاعت l-A اللي اتنين طبعاً بيطلعهم من skin extracts بتاعت l-frog دي وبالتالي برضو ممكن يشتغل كويس جداً kalyde compound discovery of novel A analgesic drug تمام؟ يبقى دي بعض الامثال على الانيمال سورسز وتحط بقى معاهم l-venoms and toxins لان اغلبية l-venoms and toxins بتيجي برضو منين من animal source وحنتكلم عليها في السلايد اللي جاي يمكن اخر source l-lead compounds from natural source هي l-venoms and toxins تمام؟ ان احنا نقدر نوصل لي ويمكن حطناها الوحدة لانه محطناش طبع الانيمال لان طبعاً وارد جداً ان تلاقي l-venom او toxin ده جاي مثلاً من marine organism فبالتالي مش لازم يكون من animal فاهمين قصلي؟ فلازم عشان كده هتحطط لوحدها ك source للناتشورل ايه products اللي ممكن تكون lead compounds عشكده بنقول ان l-venoms و toxins ممكن تيجي من اي حاجة ممكن تيجي من الانيمال ممكن تيجي من بلانس ممكن تيجي من micro organisms فبالتالي مقدرش ان انا احطها واقصرها بس على l-animal a source طبعاً الفكرة في l-venoms و toxin كلنا عارفين انها بتكون potent جداً عشكية toxin وغالباً هتكون بتعمل specific interaction مع molecular target موجود جوه الجسم بشكل كبير تمام؟ طب ازاي هستخدمها كدوى؟ اول حاجة ممكن جداً ما تستخدمش كدوى ممكن جداً تستخدم كتول في عملية ال-studying بتاعت ال-receptors وال-ion channels وال-enzymes وعملية ال-interaction ما بينها وما بينهم ما بين التوكسن وما بين ال-enzymes او target ده وبالتالي من خلال ال-interaction ده نقدر نعرف بعض ال-information تساعدنا في ان احنا تـ develop drugs دي حاجة فنقدر نعتبرها هنا chemical probe يعني probe كده من خلاله بقدر استادي او اعمل ال-receptors او ال-ion channels او الايه او ال-enzymes او تبقى drug او تبقى drug وفي الحالة دي هتستخدم ك-lead compound طبعاً في عملية development بتاعت ايه novel drugs من خلال lead optimization بقلل toxicity وبحسن ال-activity اللي انا شايفها بالنسبة لل-toxin ده ويمكن عندنا مثال ناجح قوي على الحكاية دي اللي هو ziconotide ziconotide ده دواء موجود في السوق approved ده في 2004 فعلاج حاجة مهمة جداً اسماها chronic pain تمام chronic pain طبعاً ده حتى بيحصل نتيجة spinal injury يعني بتكون cases كده very specific قوي وملهاش كانش ليها عليك خلص فزiconotide ده اصلاً جبناه ازاي؟ جبناه من peptide toxin toxin وغالباً اغلبية التoxins اللي بنتكلم عليها بتكون يا اما peptide يا اما non peptide بس كتير منهم بيكونوا peptides تمام؟ يعني عندها peptide bones المهم يعني ان ziconotide ده جبناه من lead compound اسمه konotoxin وده عبارة عن peptide toxin بيطلع من marine cone snail لقينا ان الكونوتوكسن ده low powerful analgesic properties طورناه وصلنا من خلاله الزيكونوتايد اللي هو يعالج دلوقتي chronic pain فده من اشهر الامثلة النكحة على المرين او على سوري موضوع drug discovery من toxins بشكل كبير والطوكسن ده طبعاً جاي من marine a source في بعض الحاجات التانية اللي لسه طبعاً بتتدرس زي مثلاً التيبروطايد ده مثلاً التيبروطايد ده ماده من الامثلة اللي هو مركب طلعناه هو يطبر peptide toxin والبيبتايد toxin ده جاي من الفنم بتاع البرازيليان فيبر تمام نوع من انواع السنيكس في البرازيل وبرضه استخدمناها كليد compound في عملية development بتاعت antihypertensive agents اشهر antihypertensive agents اللي هو الكابتوبريل والسلازابريل كانوا اصلاً في الاساس هم التيبروطايد ده تمام اللي هو جبناها كفنم او تاقسم من البرازيليان برضه من اشهر الامثلة على الحكاية دي الكولستريديم بوتيولينم كارجانزم مشهورة جداً معروفة انها بتسبب البوتيوليزم نوع من انواع الفوت بويزون ان كلنا عارفينه اكيد المهم ان احنا لقينا ان النوع ده من من التوكسنز او من البيزونز بتقدر انها تعمل نوع من انواع ال 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 تمام وبالتالي انا لو هانتهى في specific muscles معينة ممكن انها تقلل ال 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 مثلا تمام وبالتالي وبالتالي يبقى كده ده ممكن يبتشتغل اكتر او ممكن انا استخدامها كليد كومباوند لأن الهدف الأساسي هنا بيتم من خلال بتاع الكولينيرجيك تمام فدي بعض الأمثلة كده اللي تبقى لنا برضو أن الفنمز والتوكسنز مش بعيدة برضو عن عن لا ده فيه كتير جدا بتطلع من باستخدام الفنمز والتوكسنز بعضها حتى نان بيبتايد يعني معظم اللي نقولتهم هنا دول يعتبروا بيبتايد توكسنز في بعض الحاجات اللي هي نان بيبتايد توكسن زي التترادو توكسن مشهور قوي بيجي من حاجة صنع البوفر فيش تمام وده برضو من الحاجات اللي بتكون اكستريملي ايه؟ اكستريملي بوتن خلاص هيبقى مش شرط انها تكون بيبتايد النيتشر ده اللي أقصده يعني ده بالنسبة للايه؟ وده يمكن من اهم المصادر طبعا احد الحاجات برضو او احد الابروتشز اللي من خلالها بنقدر توفايند نيو ليد كومباونز هي فكرة الاعتماد على الميديكال فلكلور طبعا الميديكال فلكلور معناها ان احنا عندنا مجموعة من الانشينت سيفيليزيشنز سواء الايجيبشن او الانديان او الشينيز التلات تلاتة سيفيليزيشنز دول كانوا بيستخدموا الهربال ميديسن بشكل كبير جدا وبشكل اكستنسف في حياتهم اليومية سواء استخدام البارز او استخدام اللييفز او ويستخدموها في علاجات مختلفة عندهم فيها عنها كبيرة جدا يمكن ما يقدروش يعرفوا مين اللي موجود فيها ولكن هم عندهم انفورميشن ان الاكستراكت الفلاني بقدر استخدمه في علاج الانفلاميشن الاكستراكت التاني ده قدر استخدمه في علاج مثلا الديابيتس وهكذا فده اسمه ميديكال فلكلور فاحنا ممكن نستغل الميديكال فلكلور ده ان احنا معرفتنا ان الاكستراكت بتاع النبات الفلاني ده يستخدم مثلا في علاج البين وان انا حاول ادور على ليد كومباوند جوه النبات ده اللي هو الاكتف برينسبل اللي مسؤول عن علاج البين ويبقى بالتالي ده ممكن يعتبر ليد كومباوند او ليد انالجيزيك كومباوند فهمنا ازاي فهي دي الفكرة الاساسية من استخدام الماديكال فولكلور المشكلة هنا في حاجتين الحاجة الاولانية هي ان معظم الحاجات دي اتعملت او معظم الانفروبيشن دي ممكن تكون مبنية اساسا على بلاسيبو افاكت يعني ان البيشنس اصلا لما كانوا بياخدوا الحاجات دي هما كان عندهم الويل من جواهم او السايكولوجيكال يعني فاكتور عالي جدا ان هما يخفوا فبالتالي ده اسمه بلاسيبو افاكت او الحاجة التانية انه ممكن يكون الحاجات دي السيفتي بتاعتها لسه مش فول فممكن برضو يكون بعض الحاجات دي ما تكونش سيف بشكل كبير فبالتالي يبقى ممكن ما يكونش الافاكت اللي انت بتدور عليه يوسفل ده بالعكس يكون ايه دينجرس وبالتالي يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في الحتة بتاعت الميديكال فولكلور ومع ذلك فيه كتير جدا برضو من النباتات اللي تم الشغل عليها بالطريقة دي اثبتت نتائج هيلة جدا ووصلنا منها الادوية اشهر هيمكن الارتمازن من اشهر الامثلة في الحكاية دي كان معتمد الفكرة فيه على حتة الميديكال فولكلور برضو اللي هو كأنتي مالاريال ايجنت من ضمن الحاجات المشهورة جدا الكنين برضو كأنتي مالاريال من السينكونا بارك الريزيربين من الراولفيا كأنتي هايبرتنسف الأتروبين طبعا بالإفاكس بتاعته اللي كلنا عارفينها المورفين كأنا الجازك الديجوكسن الاميتين من الايبيكا الكوكين من الكوكا كل الحاجات دي كانت ايه كانت بتعتمد على الميديكال فولكلور في عملية الديسكوفري بتاعتها كليت سواء كليت كومباونز او كأدوية مثلا تمكنين ده بقى داوة لوحده كده كأنتي مالاريال وبالتالي يبقى برضو دلوقتي مثلا من اشهر الحاجات الحديثة شوية الروبرب الروبربروتز بيستخدم كبرجاتف في كل يمكن الانشن سيفيليزايشنز تمام كده الاكتف كونستيتونز كانت الانثراكينينز بدأنا نشتغل عليها بقت هي ليد كومباوند قدرنا نكتشف منها داوة اللي هو الدنترون كالاكزتف خلاص وبالتالي يبقى الميديكال في الكورور هو ابروتش مش وحش ابدا في عملية الديسكوفري او الفاينينج أو فليد ايه كومباونز الاسلايد دي مفاش اي حاجة جديدة يعني هو انفرميشن كلها عارفينها انتوا يمكن من الفرماكاجنزي حتى قبل كده ومش حط له منكو حاجة يعني فيها في الانتحان خالص وهي يعني ديتيل دي شوية اكسبلانيشن اللي اتقال في البراجراف الاخير في الستايد اللي فاتت اللي هو الاكتشافات المختلفة للمركبات نفعة كالييد كومباونز او حتى كأدوية باستخدام الموضوع الميديكال ايه فولكلور دا فبيوريك مثلا ان السنيك روت بلانت اللي هو كان الراول فيها دي كانت مشهورة جدا في الانديا بس الهيرباليست بتوع انجلترا مثلا استخدموا الاكستراكس بتاعت الويلو تري في الساليسين فهتلاقوا وكل سيفيليزيشن كان بتستخدم اكستراكت معين ومن خلال الميديكال فولكلور بتاعها قدرت انها تكتشف ليد كومباونز او دواء في الاتجاه دا خلاص بس مش اكتر من جدا انما يعني ما بتخوشوش في الديتيلز اوي دي المجرد الاراية يعني ده كله يعتبر هستوري اكتر يعني انما بيبايل لك برضو اهمية الميديكال فولكلور دا والاعتماد عليه كأحد الابروتش اللي من خلالها تقدر تفيش كده ان انت تصطاد ليد ايه كومباونز الابروتش التالت هو السكرينينج برضو بس سكرينينج او سنثاتيك كومباونز لايبريز هتلاحظوا ان التلاتة ابروتش اللي احنا او التلاتة ويز اللي احنا اخدناهم لغاية دلوقتي كلهم تحت فكرة السكرينينج انا اتفقنا ان احنا عندنا اربعة استراتيجز اساسيين في عملية الايه الديسكوفري او فاينينج ليد كومباونز هتلاحظوا ان التلاتة ويز اللي احنا اكلمنا عليهم لغاية دلوقتي او التلاتة سورس اللي احنا اكلمنا عليهم دلوقتي كلهم تحت فكرة السكرينينج سواء ان انا بسكرين نباتات بسكرين مارين أرجانيزمز يبقى ناتشورال سورس او بدور في الميديكال فولكلور وبروح على نبات معين وابتدي اعمل سكرينينج عليه برضو او ان انا بعمل سكرينينج الحاجة اسمها ثنتاتي كومباوند لايبريريز ايه بقى الكمباوند لايبريريز دي دلوقتي اي فرماسيوتيكال كامباني وهي بتعمل اي دراج ديسكافري بروجيكت فهي خلال عملية الدراج ديسكافري بروجيكت بتصنع مجموعة من المركبات بيبقى عندها مثلا بعمل سكرينينج مثلا سي لمليون مركب طلعت منهم بمجموعة هيتس بدأت تعمل اوبتمايزيشن للهيتس دي فبدأت تصنع مركبات جديدة المركبات دي بدأت تبقى ليدز بعد كده ليدز دي بدأت تعملها اوبتمايزيشن عن طريق انها بتعمل انالوجز منها مركبات تانية ومن كل الانالوجز دي واحد بس اللي بينفع يبقى داوة طب بقيت الانالوجز دي بتترمى لا طبعا بقيت الانالوجز دي الفارماسيوتيك الكمباني بتبتدي تجمعها ويبقى عندها حاجة اسمها الايه اللايبريري بتاعتها الكمباوند لايبريري بتاعتها يبقى مكتبة كبيرة جدا مجازة الانالوجز هي مكتبة هي داتابيز يعني الداتابيز دي بيكون فيها كل المركبات اللي الكمباني دي قدرت انها تعمل لها بغض النظر بقى الدواء ولا لا معظم المركبات دي اصلا مش هتبقى وصلت ابدا للماركت ابليكت يبقى ما حصل لهوش اي ابروفل بالاف دي اي ممكن يكون مركب منهم ولا 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 حاجة هو ده اللي بقى داوة انما كل المركبات دي هتبقى غالبا ما وصلتش للايه للماركت عاش كده بنقول عليها كمباوند لايبريري مش دراجز هي ما بقتش ادوية هي كمباوند بس تمام طيب المركبات دي فيها مشكلة ان غالبا المركبات دي بتكون مش مفهاش دايفورستي عالية بمعنى ان مثلا سي دلوقتي كامباني بتعمل ديفالوفمنت مثلا لبينيسيلن انالوج تمام فغالبا هيكون اللايبريري فيها عدد كبير جدا من البينيسيلن انالوج نتكلم على الف او اكتر من البينيسيلن استروكترز اللي هي بتعمل من خلال عملية الاوبتمايزيشن كلهم بس فيه فرقات بسيطة جدا ما بينهم فكده عملية الستروكتر الدايفورستي مش عالية قوي مفيش اختلافات كبيرة جدا ما بينهم في الستروكتر جوة اللايبريري دي خلاص هتلاقي مثلا الف تانين مثلا مثلا تريازولز الف تلتين مثلا بيشتغلوا في كأنتي كولينيرجيك او الف ربعين بيشتغلوا في كولينيستريز وهكذا وبالتالي يبقى اللي انا عايز اقوله ان عملية الدايفورستي مش عالية ما بين المركبات دي وايه وبعض فالحل هنا الفرماستوتيتيكا الكمباني بتيجي تعمل ايه بتعمل حاجة ظريفة قوي تقوم رايحة تشتري مركبات من ناس بتعمل مركبات يعني مثلا تروح على يونيفورستي مثلا ريسورش سنتر شغال بتاع أورجانيك كاميستري تروح تقول لهم عندكم أي مركبات بتعملتلها سنتيسس آه عندنا يعني اشتريها بينكم وتقوم شاريع المركبات دي هي كده بتعمل ايه بتعمل دايورسيفيكيشن يعني بتعمل بتحب تزود الدايفورستي بتاعة المركبات اللي موجودة عندها هو ده الفكرة الأساسية هنا فهمين قضي زيه وبالتالي على هذا الأساس يبقى كده المركبات اللي بقت موجودة جوه اللايوري زاد عددها وزادت الاسترراكتشر الدايفورستي بتاعتها التنوع بتاحها زاد ده مش بس كده ده ساعات بتروح تشتري من أورجانيك كاميستز بتشتري الانترميدياتز يعني انترميدياتز اي أورجانيك كاميست دلوقتي الأورجانيك كاميست غير المدسسنا الكاميست طيب دايما بيبقى دوره او بيبقى دايما هوريينتد انه يعمل مركبات عشان تشتغل ببيولوجيكال اكتيفتي معينة لانما الارجانيك كامست الساعات بيبقى دوره يعني هدفه الاساسي انه يعمل مركبات بس مش لازم يكون ليه اكتيفتي هو بيعمل مركبات جديدة وخلاص هو ارجانيك كامست هو راجل بتاع ارجانيك بيعمل بيعمل تصنيع مش بيدور قوي على فكرة فمؤارد جدا هو بيعمل كبيرة عشان يصنع عدد من المركبات عشان يوصل لمركب معين هو عايزه ممكن يمر بعدد من الانترميديتس مركبات في النص المركبات في النص دي يكون كل هدفها انه يوصل لمركب الفاينل ده فهو بالنسبة له المركبات اللي في النص دي يعني مش مهم هو هام حاجة عنده يوصل لمركب الأخير ولكن الفرماسيتيكالكمباني تقوم رايحة عاملة ايه شارية منه الانترميديتس دي كمان لانه وارد جدا ان اي حد من الانترميديتس دول يكون له اكتيفتي وبالتالي هو ده اللي بتاعي مش الفاينل كمباوند بس عشان كده بتقول بنقول هنا ايه الانترميديتس اللي في النص دي وعندنا امثلة كتيرة جدا على دراكد سكافري بروجيكس النجاح فيها كان للانترميديت مش للفينيش دي برودكت مش للاخر برودكت تطلعه الارجاني كاميست لا ده الانترميديتس هيا اللي كانت احسن فتعالوا نشوف مثلا المثال اللي قدامنا ده جاء جنف ميديسينا الكاميستري بروجيكت قالوا احنا عايزين نصنع مجموعة من الثايوسيمي كاربازونز اللي هي بنستخدمها في علاج التيوبركلوز تمام فمن ضمن المركبات اللي تكونت كفينيش د برودكت يعني كانت المركب ده ايزونيكوتينالديهايد ثايوسيمي كاربازون وعشان يوصلوا للمركب ده كان فيه انترميديت الاول اللي هو الايزونيازايد ده كان لازم يوصلوا لده الاول عشان يقدروا يوصلوا لده بعده خلاص لقينا لما عجينا عملنا تاستينج عشان الفرماسوتيكا الكمباني وعية فحطت الانترميدياتز كلها في السكرينيك ما استخدمتش بس الفينيشد برودكت اللي هو الثايوسيمي كاربازايدز وخلاص لا او الثايوسيمي كاربازونز الصوري وخلاص لا رح تريحة كمان حط الانترميدياتز اللي كانت موجودة معها في القص فلاقينا أن الايزونيازايد ده عن الفينيشد برودكت اللي هو الايزوني كوتينالديهايد ثايو سيمي ايه كاربازون بشكل كبير جدا وهو ده اللي بقى ليت الايزون يا زايد هو بقى ليت كومباوند بنسبالي اللي بدأت ابني عليه القصة كلها يبقى النقطة الاساسية هنا اللي انا عايز اقولها ان الانترميديتس احيانا بتكون مور اكتف وان الشطارة في الابروتش ده ان انت تعمل كومباوند لايبرري تكون كبيرة عدد المركبات فيها كبير وفي نفس الوقت فيها ستركتر الدايفورستي عالية يبقى فيها تنوع في الستركتر ده مهم جدا تمام عشان تقدر توصل لنتاج كويسة وتقدر توصل لليد كومباوند كويس خلاص التنوع في الستركتر ده بيخلق لك كمان نوفيليتي اللي انت بتدور عليها في الليد والهت انه لازم يكون فيه نوفيليتي شوية في الستركتر ما تبقاش العملية زي ما انتم شفتوا كده ايه انا لوجز من نفس المركب وخلاص كل الاسكافلد واحد وتغييرات بسيطة جدا في الايه في السبستي توينس او في الفانشنال جروبس لأ مهم اوي يكون فيه تنوع في الستركتر ده ان التنوع في الستركتر ده هو ده اللي حيساعد ان انت تقدر توصل لليد ايه كومباوند الابروتش الرابع بقى هو الاجسيستينج دراجز وده يمكن احد الايه الستراتيجز مختلفة شوية عن فكرة الاسكرينينج احنا قلنا ان الاسكرينج ده احد الستراتيجز وفيه استراتيجي تانية انت بتدي باجسيستينج دراجز في السوق اصلا تمام وهنا بيبقى حاجة من اتنين يقام بتبقى فرماسوتيكا الكمبني عندها الدواء بتاعها في السوق ويشغال وتبتدي تستخدم الدواء ده كليد كومباوند تطلع جنريشن جديد تطلع جنريشن جديد من الدواء يبقى افضل تمام يبقى هنا انا بقى ايه بستغل الدواء اللي موجودة عندي واعمل عليه موديفكيشن بحيث ان انا اوصل لجنريشن جديد من نفس الايه الدواء ولكن يبقى له طبعا احسن هيكون فيه هنا اهداف معينة حاوصل الله هتكلم عليها دلوقتي وممكن تكون شركة منافسة يعني ممكن تكون فرماسوتيكا الكمبني كومباتتر تاني خالص تاخد الدواء بتاع الشركة المنافسة وتعتبر وليد كومباوند بالنسبة لها وتبتدي تعمل موديفكيشن برضو عليه وهنا بقى حيبقى فيه كلام ان الموديفكيشن اللي الشركة دي هتعملها لازم يكون لها اهداف كتير اول حاجة واهم حاجة تأفويد الباتنت ريستريكشن انها تحاول انها تبعد خالص يعني تعمل تعديلات كبيرة في المركب بحيث انها تبعد خالص عن موضوع اللي هي موضوع البراءات الاختراع والكلام ده تمام وبالتالي يبقى هي بعدت عن النقطة دي بس في نفس الوقت وهي بتعمل الكيميكا الموديفكيشن دي تحافظ على الاكتيفتي او تحسنها يبقى الاكتيفتي تفضل زي ما هي او تتحسن وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اللي هي has improved a therapeutic properties وممكن اتقلل side effects معينة موجودة في الدواء الاصلي اللي هو كان already existing a drug يبقى دي الاهداف الاساسية اللي على اساسها انا بعمل موديفكيشن هنا في الحالة دي للexisting drug وبستخدم الexisting drug ده as elite يمكن اشهر مثال على الحكاية دي الكابتوبريل الكابتوبريل بعد ما طلع كantihypertensive agent كل الشركات اعتبرته lead compound وبدأت انها تعمل موديفكيشنز عليه تتغلب على البيتنسي تبعد عن البيتنسي خالص وفي نفس الوقت تتحافز على الاكتيفتي او تحسنها وتحسن therapeutic properties عموما وده اللي حصل فطلع عندنا سيرز كبيرة جدا من antihypertensive agents بعضها عملتها ميرك وبعضها عملتها شركة تانية زي هوف ملا روش تمام بحيث ان تعمل فيها التعديلات اللي احنا اتكلمنا عليها وبالتالي دي بنسميها نوعادي من الدروجز بنسميها مجازا كده me too drugs me too drugs يعني ايه يعني ادوية شبيهة بالدواء الاصلي او سعب يقولوا عليها analog design analog design يعني انت بتعمل تعتمد على الدواء الاصلي وتعمل منه analog حاجات شبيهة بي تمام بعض الناس لما تسمع كلمة me too drugs دي تفتكر ان ايه ان الادوية الشبيهة دي او الادوية اللي طلعت ال second generation ده هو هو زي first generation ولكن الحقيقة هي بتبقى ادوية افضل عشان كده سعب بنقول عليها me better drugs me better drugs لانها غالبا هتكون ادوية احسن في كل البروبرتز بتاعتها دايما ال second generation بيبقى افضل من first generation لما تيجي تشوف مثلا ال penicillence هتلاقي ان ال second generation بتاع ال penicillence كانت more potent more selective more stable عن ال original penicillence ال second generation كانت افضل بكتير من ناحية ال potency تمام والبروبرتز بتاعتها عموما تمام وبالتالي يبقى يعني مجازا بنقول عليها me too drugs انما هي في الحقيقة هي me better drugs ومهم اوى دي مهم اوى تبقوا عارفين يعني ايه me too me better drugs دي غالبا ان انا استخدمت ال existing drug اللي موجود عندي هو ده بقى lead compound وبدأت ان انا اعمل عليه modification عشان اقدر اوصل لايه لل drugs جديدة وال modifications دي ليه اها اهداف معينة to avoid the patent restrictions retain the activity وده على اسوأ الفروض retain the activity انما الافضل انه to have improved therapeutic properties بشكل عام سواء activity احسن او side effects ايه اقل تمام طبعا بما اننا جبنا سيرة ال analog design في حتة me too وال me better drugs دي فمهم اوى نفهم يعني ايه كلمة برضو analog دي لان كلمة analog دي منتشق مشهورة جدا في medicinal chemistry فمهم اوى نبقى فاهمين ال definition ده او concept ده طبعا كلمة analog جاية من ال Greek word اللي هي analogia وانالوجيا معناها similar يعني حاجات متشابهة زي بعض وغالبا ال similarity اللي نقصدها هنا حاجة من اتنين يا structural similarity في ال structure يا functional similarity في ال function اللي هو ال pharmacological effect يا الاثنين مع بعض وعشان كده ال similar analogs ما ينفعش اقول كلمة analog كده واسكت كده كلمة مش هتبقى منطقية او مش هتبقى دلة على الحاجة اللي انا بدور عليه ال analog ممكن يكون حاجة من ثلاثة ممكن يكون structural analog يبقى دي مركبات شبه بعض في ال structure في ال chemical structure بتاح في chemical similarity ما بينها وبين بعض تمام او تكون functional analog يبقى مركبات في بينها وبين بعض تشابه في ال function في ال pharmacological effect ولكن ال structure بتاحها مختلف ونفس الكلام في ال structure analogs ال structure analogs المركبات كانت شبه بعض جدا في ال structure بس ال function بتاعتها مختلفة انما امتى يكون المركب شبه بعض في ال structure وشبه بعض في ال function ده ساعتها سميه true analog يبقى والتلات تعريفات موجودين هنا قدامنا في ال slide تمام يبقى مهم قوي يبقى فاهمين الكلام ده لما اجي اقول مثلا structure analogs على كده فاهم المركبات دي غالبا هتكون شبه بعض جدا في ال structure بس ال pharmacological effect بتاعتها مختلف انما لما اجي اقول مثلا كلمة functional analogs يبقى كده خلاص pharmacological effect زي بعض بس ال structure مختلف true analogs هو اللي بيبقى عنده ال 2 خلاص ال existing drugs اللي هي me too drugs او me better drugs دي غالبا هتكون true analogs غالبا هتكون شبه بعض في ال structure وفي نفس الوقت شبه بعض فين في ال function بس خلي بالكو ال similarity اللي موجودة ما بينهم وبين بعض بتاعت برضو patent restrictions يعني بتبقى برضو ستيل في اوجه اختلاف في ال chemical structure تخليك تبعد في ال patency او تبقى تخرج برا ال restrictions بتاعت الايه ال patency تاعت الشركات المنافسة النقطة التانية اللي انا عايز اأكد عليها هنا analogs لما قلنا functional analogs قلنا ايه قلنا مركبات مش شبه بعض في ال structure ولكن لها نفس ال pharmacological effect وده معناه ان مش شرط ان المركبات تكون شبه بعض في ال structure يعني يكون فيه chemical similarity بينها وبين بعض عشان يبقى لها pharmacological effect واحد خالص بدليل مثلا ال estystosterone وال estrogen او الاستراضيول تمام هلو بسيت على ال structure بتاع الاثنين هتلاقي الفرق بينهم حاجة بسيطة جدا مجرد الكربونيل وال OH يعني ميلي هو ده مع حتة طبعا ال saturation التعرنج هنا تمام في التستosterone ومع ذلك ال pharmacological effects بتاع ثلاثين مختلفة تماما عن بعض لو جينا بصينا مثلا على دواء زي المينابرين ده ده احد اشهر الدوبامينارجيك دراجز اللي موجودة في السوق الدوبامينارجيك دراجز ده الدراج ده عنده مثل جروب هنا تمام لو شلنا الماثل similarity عالية هو يعتبر structure وكل حاجة انما حتى المركب الجديد ده potent mau inhibitor منوامين اكسديز inhibitor وبالتالي مختلف تماما في ال effect بتاعه في ال action بتاعه تمام برغم انه structurally similar تمام بدلا انا عايز اقوله انه مش شرط ان structure يكون the same عشان او قريب عشان يبقى ال pharmacological effect ايه تبقى the same وممكن تعديلات بسيطة جدا في المركب تفرق معاك جدا في pharmacological effects ومن هنا هتيجي فكرة مهمة هي الفكرة التانية لاستخدام the existing drugs as elite compounds الفكرة الاولى كانت ان انا بستخدم the existing drug واعمل فيه modifications وابعد بيه عن patent restrictions احافظ على activity واصنع new generations من المركبات في اتجاه معين وبالتالي ده بيساعد الشركات المنافسة انها تبقى لها دور في السوق تمام ينفسه بعض هو فلندا طلع مركب طبعا انا هعدل فيه تعديل وانزل مركب جديد ويبقى دواء جديد وينافس الدواء اللي موجود فدي اسمها the me too and the me better drugs انما فيه طريقة تانية ان انا ممكن استخدم the existing drug اللي في السوق ده واعمل منه حاجة اسمها enhancing ال me better drugs لا ده انا هشوف existing drugs اللي موجودة عندي في السوق واشوف ايه side effects بتاعتها وايه اللي ممكن من side effects دي استغله ان انا اعالج به امراض تانية او diseases تانية يعني ورد جدا يكون الدواء اللي موجود عندي في السوق مثلا بيشتغل في اتجاه معين بس side effects معين انا ممكن لو طورتها استخدمها في علاج حاجة مختلفة تماما يبقى انا كده استخدمت existing drug برضو ك lead compound بس بدل ما اعمل منه me too او me better drugs لا انا استخدمته في تطوير side effects معينة موجودة عنده والوصول لدواء مختلف في indication مختلف تماما خلاص دي بنسميها selective optimization of side activities او مهمة جدا الكلمة دي يعني selective optimization يعني انا بعمل optimization side effects معينة ازودها في الدراج بتاعي existing drug وقلل main biological effect اللي هي الاساسية بتاعت الدواء ده فبالتالي يبقى كده انا وصلت الدواء جديد خالص في علاج حاجة مختلفة تماما وحنشوف طبعا امثلة على الكلام ده في اللي جاي طبعا النوعية دي من ال من ال من ال من ال يعني في to find delete compounds ليها مزايا حلوة قوي ان انت بتعتمد كده او ان انت بتبتدي بدراج انت بدأ ب existing drug تمام فبالتالي انت انت عندك هو already drug هو عنده فرماكو كيناتكس بتاعته كويسة اعرف عندك معلومات كافية عن الفرماكو بتاعته حتى لو هتعمل optimization فيه مش هيكون optimization كبير فانت مش هتغير تغييرات جوهرية قوي في ال properties بتاعته سواء ال pharmaco kinetics او حتى pharmaco dynamics او خلاص وبالتالي دي من الحاجات اللي بتبقى كويسة جدا مثلا بتديك ميزة عن لو انت بدأ بتعمل screening مثلا من natural products ممكن جدا المركبات التي تطلع لك ما تبقى لها drug like properties او وتلاقي فيها reactive functional groups فتضطر ترميها مثلا فهمين او حتى الحاجات اللي بتطلع من high throughput screening في pharmaceutical companies مش كلها بتنفع تبقى ادوية انما هنا لأ انت بدأ بدواء اصلا وبتبتدي تعمل optimization عليه بشكل كبير ويمكن ده approach من ال research groups و pharmaceutical companies بتستخدم تيجي تقول لك انا هشوف المركبات اللي موجودة في late stage clinical trials وبتدي هشوف هل المركبات دي لها side effects ولا لا وبتدي اشتغل انا على side effects دي يبقى هو الدواء ده حيطلع في السوق مثلا في علاج breast cancer بس هو side effect مثلا sedative انا هشتغل على حتة السادative دي تمام وزود السادative effect واستخدمه casedative او analgesic properties فبالتاني انا هزود ال analgesic properties بتاعته واستخدمه في علاج pain فهمتوا ازاي فيبقى كده اسمه سوسا approach وده مهم جدا انت بيعرفينه ويمكن john hopkins في برانش كبير جدا هناك شغال في الحكاية دي compound library بتاعتهم كلها بتشتغل في قصة ان احنا نستخدم المركبات اللي طلع لانها clinical compound library كبيرة جدا فبيشوفوا side effects باعتها ويبتدوا يطوروها يطوروا المركبات دي في علاج diseases مختلفة تماما عن الديزيز الاصلية ل existing drugs يمكن ده مثال حلو قوي على حتة السوسا approach او enhancing of a side effect of an existing drug وزي نقدر نستغل existing drug compound في الاتجاه ده اللي هو ممكن انتو اكيد عارفين هو السلفون amides او السلفان amides السلفان amides كان اساسا عملية النوعية دي من المركبات كanti bacteria agents بصينا على السلفان amides بتظهر في large effect ولاحظنا نتيجة الاكشن بتاع الانزيم لو فاكرين اسمه carbonic anhydrase ولقنا اهم شوية انه بيبقى ليه convulsive بيعمل جنوع من انواع الconvulgence وسبب الconvulgence دي هي decrease في blood glucose levels انه بيبقى له hypoglycemic effect add two side effects يبان very undesirable يعني حاجات سيئة جدا بالنسبة للدواء ده تخلينا ما نستخدموش اصلا كanti bacterial بس لو انا طورت side effects دي ممكن جدا ان السلفانيلامايد ده قدرنا نوصل منه المركب اللي هو tall butamide tall butamide ده مركب purely anti diabetics بيعالج البلوت جلوكوز او بيقلل البلوت جلوكوز ايه levels بشكل كبير وبالتالي قدر استخدموه في type 2 diabetes تمام طورت حتة diuretic effect دي اللي كانت موجودة في large doses بتاعت السلفانيلامايد عملت optimization المركب وصلت الواحد من اشهر الdiuretics اللي هو الكلوروث هايزايت purely diuretic ملوش ايه antibacterial ولا له anti diabetic effect فهمنا زي يبقى هاي دي فكرة السوس approach ان انا من خلال مركب واحد كان existing drug في السوق بس كان له مشاكل كبيرة فكان بتلمت جدا الايفاكت بتاعه واستخداماته كantibacterial بس استخدار تستغيل side effects دي في ان اوصل لtwo different drugs في اتجاهين مختلفين او في two different indications فهمنا يبقى هنا انا استخدمت ال existing drug as a lead compound تمام ده يارب تكون كده وضحت يعني هنا دول مجرد مثالين تانين بيوضحوا برضو الفكرة مثال مشهور قوي اللي هو promethazine ده واحد من اشهر الanti-histaminic drugs اللي كانت موجودة في السوق وكان له anti-side effect كان بيبقى له sedative بعض sedative properties فبدأوا برضو الميديسين الكاميست يشتغلوا عليه هو existing drug هو بس هو leading compound او lead compound اقدر من خلاله عمله اعمله optimization وصلوا لي الكلوروبرومازين الكلوروبرومازين ده واحد من اشهر عن طريق هم عملوا enhancements للsedative properties بتاعة المراكم نفس الكلام هنا الورفرين هي انه antiviral activity تمام ويك antiviral كمان وكان بيشتغل ميلي على viral enzyme موجود في life cycle بتاعة الهيومن immunodeficiency virus الHIV تمام فقالك طبعا احنا ما نستغل البروبرومازين ده فناخد الورفرين ك lead compound ونبتدي نحاول نحسن الـ effect اللي احنا شايفينه على الـ viruses ده فقدرنا نوصل لدراج مهم جدا اللي هو تبرانافير اللي هو anti-viral agent لعلاج الـ HIV يبقى دي فكرة بتاعة existing drugs already موجودة في السوق خلاص تعالوا برضو نشوف الفكرة بشكل مختلف في الـ slide اللي جاية فيه برضو طريقة تانية او بشكل مختلف شوية في بعض الاحيان بتكون side effect مش minor في existing drug بتاعك احنا اللي فده كله كنا بنقول انه ممكن تكون side effect minor فاحنا نعمل ايه نشتغل احنا بقى بالـ chemistry ونحاول نعمل optimisation للـ existing drug ونوصل للدواء تانية تمام بيشتغل او بيزود side effect دي بشكل كبير انما في بعض الاحيان انت مش بتبقى محتاج اصلا تدخل بيكون existing drug side effect بتاعته واضحة وصريحة فانت مش محتاج تعمل optimisation انت ممكن تستخدم نفس الدواء هدف الاساسي ان احنا عايزين نعمل discovery لكورونا ريفازو دي لاتر علاج الانجينا والهايبر تانشن والكلام ده فلاقينا ان الفازو دي لاتيشن افاكت بيبقى واضح جدا في البينس اكتر من الهارت وبالتالي طبعا انا استخدمه في علاج الالكتال بزود البلاط فلو تمام وبالتالي في المكان ده وبالتالي انا كده استخدمه في علاج الالكتال بدل علاج الانجينا خلاص اللي لان الالكتال افاكت كتبروناونس جدا او كتوضح جدا فبالتالي محتاجناش نعمل واستخدمنا المركب زي ما هو نفس الكلام مثلا في بعض ده بس ده مثلا في الكلينيكال ترايل كانت ظهرت فبالتالي خلاص الدواء بدل ما كان ماركت بيشتغل في حتة الالكتال ديسفنكشن انما في بعض الاحيان بتبقى الالكتال دي بيتم اكتشافها بعد ما بينزل السوق وبالتالي برضو بعيد استخدام الدواء ده في الاتجاه تاني مع الاتجاه الاولاني زي مثلا الانتي ديبراسين دراج اللي هو البيوبرو بايون ده البيوبرو بايون ده بعد ما نزل السوق وبيشتغل في علاج الدبراسين وكل حاجة البيوبرو بايشنت كسايد افكت انه ده بيساعدهم من هم يقلقوا عن التدخين فقال لها خلاص طب ما نستخدم نفس الدواء ده بما انه ممكن احطه كمان وعمله ماركتينج باسم مختلف اللي هو زيبان كأنتي سموكينج تمام يبقى هنا السايد افكت كتوضحة جدا وقدرنا ان احنا نستخدمها على طول او نستخدم الدواء على طول من غير اي اي موديفكيشن عندنا الاستميزول ده برضو ده برضو كان دواء نزل في السوق في علاج الالرجي انتي تمام وبعد كده لقيناله انتي بوتينت انتي مالاريال ايفكت خلاص وبالتالي بيستخدم برضو كانتي مالاريال دراج يبقى دي فكرة تانية مختلفة شوية انه ممكن في بعض الاحيان تبقى واضحة جدا فانت مش محتاج اصلا تعمل تدخل تستخدم الدراج على طول في نيو انديكيشن طبعا يمكن برضو من احد الحاجات المهمة جدا في فكرة هو انت في بعض الاحيان ما بيقعاش عندك الدراج بتاعته قوية قوي ان انت تقدر تستخدمه في الاتجاه المختلف ده اللي هو اتجاه او تستخدم بتاعتك كهية دي تبقى المين انديكيشن تاعت الدراج ففي الحالة دي بتكون الايف اكت ده بيكون بسيط جدا فبالتالي بتحتاج تعمل بعض المركب الاساسي بتاعك بحيث ان انت تطور دي او وتخليها اقوى وبالتالي تعتمد عليها كا انديكيشن للدراج بتاعك وفي نفس الوقت تقلل المين افاكت بتاع الدراج اللي كان موجود اصلا عشان كده دايما دايما يعني اقول الطلبة في الحتة دي ان احيان يعني ما تقعش ابدا في الفخ بتاع فكرة ان الستراكتشر ده او الاسكافلد ده اللي هو بنوع عليه الكيميكال النيوكلياس الاساسية او الاسكيلتن الاساسي ده مثلا بيشتغل في اتجاه الدايبيتس بس او ان الاسكافلد ده بيشتغل في اتجاه مثلا الكنسر بس يعني دايما ده بنعتبره في دراج دسكافري اتستراب يعني يعني دفخ كبير جدا لان انت ممكن جدا باوبتمايزيشن بسيط او بمعض الموديفيكيشن البسيطة في الستراكتشر بتاعك تغير او دي بتشتغل في الاتجاه الفلاني او في الانديكيشن الفلاني ده يمكن مثال بسيط هنا في السلايد دي بيبين الحكاية دي قوي وبيقول لك ان ممكن جدا لو عملت حتى مش مش تغييرات كبيرة في الاسكافلد الاساسي اللي هو المركب خالص انت ممكن تعمل تغييرات بسيطة جدا وده تأدي في الفرماكولوجيك ال اي اكشن او الفرماكولوجيك ال اكتيفتي فبناخد مثال هنا اسمه المينابرين المينابرين ده المفروض انه هو معروف انه هو بيشتغل كسيريتون اجرست فلاحظنا في المينابرين ده ان احنا مجرد ان احنا نعمل اديشن لفينوليك سبستيتونت زي مثلا نوصل حاجة اسمها فورهايدروكسي مينابرين فمجرد ان احنا نوصل للفورهايدروكسي مينابرين يعني نغير الاكسيدين خليها ندخل فينه بس ندخل ال او اتش جروب فوصلنا للفورهايدروكسي مينابرين لقينا انه هو بيبقى بوتين دوبامين ااجونست انما لما بتحط سايانو جروب بيبقى عندك مركب جديد اسمه البنزابرين في المكان ده برضو بدل ال او اتش هنا تحط سايانو يبقى المينابرين ما عندك هنا سابستيتون خالص مجرد ان انت تحط او اتش جروب في المكان ده بيبتدي يبقى عندك بوتينت دوبامينيرجي اجونست اكتيفتي بعد كده مجرد ان انت تشيل ال او اتش دي وتحط مكان سايانو يبقى عندك مركب جديد اسمه البنزابرين وده او بقت موجودة بسبب بس تغيير السابستيتون اللي هو في البوزيشن اي فور وفي كل السابستيتون زي لاحظنا حاجة غريبة جدا ان المينابرين بيبقى عنده وبالتالي وكده بيشتغل كأنتي دي دي ده المين اكشن بتاعه او ده المين اندي كيشن بتاعه لكن لاحظنا ان عملية ان المينابرين من الحاجات اللي بتعمل او من بتاعتها انها بتبايند مع المسكريني كريسابتور انا هنا احضط لكم البايندنج بتاعته او بحوالي بالمايكرو مولر يعني مش ليفل عالي قوي يعني 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 يعتبر مش بوتنت يعني زي الدراجز بالنانومولر والكلام ده يعتبر مايند وبالتالي عشكال نقول بايند ويكلي يعني البايندنج بتاعه مش قوي اوي ولكن لم عملنا موديفيكيشن على زي ما انتم شايفين هنا بدأ يحصل موديفيكيشن عليهم بدأ بدأ ما كان عندك هنا بنزين بس مجرد بلينكر كده بقى عندك رينج تانية دخلت في النص مثلا في الحلقة مقارطة بالستركشن الاساسي يعني او بقى عندك بدأ ما كانت في البارة دخلناها في الأورثو وغيرنا شوية فهمين قصدي في المثل البوزيشن بتاع الماثل مثلا غيرنا شوية في اللينكر هنا دخلنا لينكر في النص زي ما نشايفين اثيلين بريدج حاجات بالشكل ده يعني عملنا تغييرات بسيطة جدا في من غير ما نغير قوي في المين كور او في المين سكيرت فلاحظنا مثلا ان الستركتشور وام ده اللي هو نانو مولر اكتيفتي على المسكرينيك ريسابتور يبقى انت كده طورت الاكتيفتي بتاعتك فين على المسكرينيك ريسابتور اللي هي كانت مين كانت مين للمين الاساسي من مجرد انت عملت بس ايه او تغييرات في الستركتشور بتاعك نفس الكلام ومش بس كده انت لما عملت التغييرات دي الاكتيفتي نفسها اللي كانت موجودة الاساسية اللي هي على الدوبامين ريسابتور او على السريتون ريسابتور الاكتيفتي دي قلت جدا جدا بقت ايه بقت مينر او المين برضو لاحظنا انه له ويك افينيتي للكولين ستريز دي برضو احد السايد افكس بتاعته فالايزي بتاعته كانت كبيرة جدا وده رقم كبير قوي فبالتاني معناها البيين هنا كان جدا وبرضو لما اتعملت الموديفيكيشنز اللي موجودة هنا واخدين بالكو برضو هنا لاحظنا شوية انه غيرنا في ال الرينج اللي على الطرف هنا على تورمينال وحطينا لينكر طويل شوية وحطينا بنزين رينج في الاخر يعني عملنا تغييرات فطبعا التغييرات دي ممكن ما نتكلم فيها او هنتكلم فيها خلال الكورس ده برضو ازاي بتفكر في التغييرات بتاعتك وازاي بتعمل اللي هي عملية بتاعت بتاعك مع الريسبتور عشان تطور بتاعتك فالمهم يعني انا مش دا الهدف النهارده الهدف النهارده انه وريكوز ان احنا ممكن تطور لك او تقلل لك اكتيفتي موجودة عندك اصلا فهن موديفيكيشن زي لات ده ده لقينا برضو الافيدي بتاعته لكليني ستريز عشرة نانو مولر وده رقم كويس جد فده اللي ما عايز اقوله يبقى معنى الكلام ان السوسة ممكن تعتمد على اكتيفتي اشتركوا في القناة